طيب يا جماعة احنا بنسجل المحاضرات دلوقتي فنخلي بالنا بقى من الكاميرا والبروفايل اميج والسوت والكلام ده كله كلنا شفنا المحاضرات اللي قبل كده يا جماعة حد عنده اي سؤال ناسبع كمبيوتر فايدك ناسبع كمبيوتر ايهاب ابراهيم بس طيب ناسبع ميكاترونيكس فين طيب وفي ناس ما رفعش هده خالص في ناس من بره ميكاترونيكس وبره كمبيوتر اللي ايه طيب ماشي تمام احنا الوقت عاملين شير سكريين المفروض النهاردة عندنا موضوعين مهمين قوي نخلي بالنا بس احنا ايه احنا الطريق اللي احنا ماشي فيه بس عشان نفتكر احنا بنات بقى معين ام ان المهاردة عايز هعمل لكم زي ديمو بسيط وبالاضافة انا عاز اعزه ريكم بعض النتائج وبعض الديتا ساتس زي ما اتفقنا ان احنا ماذا بالديتا مش هنعرف نعمل حاجة ام استعال اول في الموضوع بتاعنا الاول نشوف حن هيوصنا حتى فين احنا قول النهاردة عايزين نشوف الموضوع بتاع ده بتاع ايه بالزبط؟ نخلي بالنا الموضوع ده وانا هيفر معنا فيه. هنشوف بس هقفل انا الديمو اللي انا بشغاله ده هقفله. وبعد جده نروح للماكسيموم لايكليود استيميشون تعاله. كويس. تماما. الصبورة. طيب الناس دي لا شايفة الشاشة عندنا معا. كده تماما. كويس. طيب اه تاني. تعال نشوف المشكلة بتاعتنا داني. المشكلة بتاعتنا هي كانت ايه. المسمى بتاع ده مسمى كبير جدا. ليه بقى? لان هو التعريف بتاعه صعب وغير محدد. يعني ازاي دلوقتي. لو انا قلت ان الهدف عندي ان انا اقسم الصورة لبرتشنز فمشكلتي دلوقتي هو البرتشن ده هيبقى شكله عمل ازاي? او هيبقى المسمى بتاعه ايه? ما دي برضا قدير مهمة جدا. يعني هل انا ممكن اقسم الصورة يعني على سبيل المسال لو انا عملت صورة زي كده. لما اقول ايه? انا انا هعمل جزء من الصورة هتدي له لون اصفر. اه وجزء تاني هتدي له لون دوا. وجزء تالت هتدي له اللون ده. وجزء رابع هتدي له اللون دوا. واحد هيقول لي هو انت دلوقتي قسمتها بناء على ايه? ايه هو التعريف بتاع البرتشن? يبقى خلي بالك بقى مشكلتي في هو المسمى بتاع البرتشن. طيب كنا احنا هنفترض في عضية خلي بالك دايما ان انت في ما ينفعش انك تماشي الدنيا كده جنرال قوي يعني ايه? ما ينفعش دلقة بقى جنرال وهتمشي. لأ لازم او لازم تحط شروط. ايه هي الشروط? هتقول ان الفرض بتاعي ان اللي انا هتعامل معها جوه الصورة هتكون الى حد ما كلمة دي معناها ايه? معناها ان التغير في اللون جوه بتاعتي مش هيكون كده. يبقى تاني احنا هنفترض فرض ان التغير في اللون جوه الريجن بتاعتي مش هيكون ايه? مش هيكون كبير. طيب ده ده على فكرة فرضية مهمة جدا. وبالتالي هنقول ايه بقى? هنقول ان كل ريجن هفترض ان انا دلوقتي عندي ايه? عندي اه عندي اربعة ريجنز زي ما انت شايف كده. فبالتالي انا دلوقتي هدي كل ريجن رقم. هقول مسلا ريجن دي ريجن رقم واحد وديا رقم اتنين وديا رقم تلاتة وهكزا. ماشي? يبقى انت عندك ايه? عندك ان انت عندك ايه? او ايه? او بمسميهم ايه? يبقى انتك ان انت عندك ايه? تعامل ايه? طيب اغزيم جدا. اي ريجن او اي برتيشن في ليلى اللون جوه الايه? جوه الريجن دا. خلي بالك بقى معي تاني يبقى احنا عندنا اللون بتاعي اللون بتاعي هو الفيتشر اللي انا אيه? اللي انا احنا بنقول عليه الـ color. أو. أو اللي هو الـ gray level. اللي بقى يجبقى معاك. كلمة gray level دي طبعا هتبقى جواء الصور اللي هي اللي هي. اللي هي. يبقى خلي بالك يبقى تاني color بالنسبة ليه اللي هي. الـ color images وهيبقى gray level بالنسبة اللي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... واحد. تلاتة في واحد. يبقى اذا عند كل بيكسل. عند كل بيكسل في التلاتة اللي هي بتاعت الريد. وبقى كان الفاليو بتاعت الجرين. وبقى كان الفاليو بتاعت الايه? بتاعت البنون. يبقى عندك عند كل بيكسل في عندي فيتشر فيكتور. وكل فيتشر فيكتور من دول في تلاتة فيليوز. انما في الحالة بتاعت في الحالة بتاعت عندي الفيتشر فيكتور بتاعي هو عبارة عن ايه? عبارة عن ايه? هي قيمة واحدة. هي قيمة واحدة. يبقى خلي بقى معين. يبقى خلي بقى ايه? اللي هي كلمة التساوي ده ده كانو دي فينيشن. ده كانو ايه? كانو دي فينيشن. يبقى ايه اللي هي الفيتشر بتاعتي. يبقى ايه? طبعا الكلام ده كلام محدود جدا. ليه? لان احنا شفنا الصور وشفنا ان الزبرة على سبيل المسال اللون يعني ما اقدرش يعبر عن الخاصية اللي احنا بقولوا عليها. احنا بدون الخاصية بتاعت الهال هي الهوموجينيتي. هال هو طبعا في الكيس بتاعت الزبرة. شفنا فيه ستريب ابيض وفيه ستريب اسود. وبالتالي ده بتاعه كبير. يعتبر ايه? كبير. في ناس طبعا ضافت تانية اللي هيقرب اننا طبعا. هيلاقي فيه تانية جانبه موضوع اللون دوا فيه ناس بقى ضافت الجريديينت. السبا بقى الجريديينت اللي هو في اتجاه اكس. والجريديينت في اتجاه واي. فيه ناس تانية ضافت انسان فيه حاجات كتير قوي. اضافت للايه? ليه الفيتشور فيكتور? بجانب الايه? بجانب الكالر. واكسة. دي الحاجات دي مهمة جدا. الحاجات دي مهمة جدا. وكنا قلنا ان فيه حاجة فيه بقى دلوقتي بتاع اللون جوه. خلي بالك بقى معي. كلمة distribution بتاع اللون جوة الريجن معناها ايه لو انا خدت النقط بتاعتي جوة الريجن ديا وعملت histogram للالوان بتاعتي عملت histogram للالوان بتاعتي وعملت لها normalization هحصل على ما يسمى bil probability dynasty function نسميها لياه bil probability dynasty function او في الحالة بتاعتي descrete domain بنسميها bil probability mass function طيب عظيم جدا bil probability mass function ديا أو اللي هي نسميها بقى بتاعة الفيتشر بتاعتي جوة الريجن هنوصفها عن طريق إيه هنوصفها عن طريق حاجة مهمة جدا أول حاجة طبعا نخلي بالنا بقى أول حاجة هقول إن أي ريجن ليها ما يسمى بي البرائر انفرميشن البرائر انفرميشن دي كنا كتبناها بي أكتر من طريقة كنا كتبناها مرة كده ليها زي بوائد كده إبقى الريجن دي ليها براير بروبيليتي اسمها بوائي تلاتة وكنا قلنا إن هي لها ما يسمى بي اللي هي هنرغز لها بالسمول لترز اللي هي بي أوف اكس جيفن ليه جيفن الريجن دي وريجن دي ممكن لو هي رقم تلاتة زي ما تشوف كده هنسميها أوميجا سميها كده أوميجا تلاتة ممكن تسميها كلاس تلاتة يعني ممكن تسميها ده بليو تلاتة أو سي تلاتة وحكا زي ونتخلي بالك بتعبر عن بتاع الكالر بتاع الجو الريجن دي بما يسمى وخلي بقى البروبابليتي بنيديها دايما البروبابليتي الناس بطول بيديوها لإيه؟ بيديوها طب عظيم جدا طبعا أي اللي أنا هعلم عليها باللون الأحمر ده خلي بالنا اللي أنا هعلم عليها باللون اللي انت شايفها ده طريقا بتلاحش أحمر خالص ده طريقا أحمر ربا البروبابليتي دي لها خاصية مهمة جدا أول حاجة إن هي أكبر من أو تساوي الصفر ده مهم جدا يا جماعة نخلي بقى لنا هي أكبر من أو تساوي الصفر دي حاجة الخاصية التانية إن الانتجريشن بتاعها الانتجريشن بتاعها اوفر الدومين بتاع اوفر الدومين دوا كله بتساوي حد يبقى الانتجريشن اوفر الدومين بتساوي ايه؟ بيساوي حد يبقى الانتجريشن بتاع البي دي اوفر الدومين بتاعها مجد ده نديله رمز كده بيجا ولا حاجة يبقى إذن الانتجريشن اوفر الدومين ده بيساوي كام؟ بيساوي واحد ودي خاصية من الخصائص المهمة جدا دي من الخاصية من الخصائص المهمة جدا محدش يقول لي ان اي بتاعها يقل عن واحد او يزيد عن واحد ده كلام يبقى كلام ايه ما ينفعش طيب دي حاجة تاني حاجة بالنسبة لل لو انا قلت ان انا عندي عدد من عددهم نسلا يبقى بتاع كل كل بتاعي دي كل يبقى من اول اي بتساوي واحد لحد لازم ده كله يساوي كام يساوي واحد دي مهم او يبقى خلي بالك الواحد ممكن يقول لي ان ممكن تكون لها علاقة بي المساحة بتاعة جوه الصورة اه ممكن تقول ان هي بتتناسب مع مساحة بتاعتي جوه جوه الصورة وكذا فدي برضك ده مهم جدا ده مهم جدا طيب عظيم جدا طيب كده كويس طيب نيجي بقى بعد كده كنا احنا ايه قلنا دلوقتي واحدة يقول لي اللي احنا سميناها دلوقتي احنا سميناها ايه ما سميناها او ما يسمى بيه البربابوليتي دينيسي فونكشن نخلي بالنا البربابوليتي دينيسي فونكشن التعريف دوا دايما مناسب في كلمة دومين كلمة دومين معناها ان بتاعي او بتاعتها عبارة عن ولكن في الحالة بتاعت او فهي بتاخد قيم زي واحد واثنين لحد كيم لحد متين خمسة وخمسين او من زيرو لانتين خمسة وخمسين الاكس بتاعتي فبتالي هي اصبحت او اصبحت دومين فبتالتي دومين بنسميها بربابوليتي ماس فونكشن نخلي بالنا احنا سواء ان هي بربابوليتي ماس فونكشن او بربابوليتي دينيسي فونكشن حسنا يبع انت عارف ان بستخدمها في ال-continuous domain وال-probability mass function باستخدامها في ال-A في discrete domain في كلتا الحالتين لازم يكون عندي شكل ال-probability نخلي بالنا نخلي بالنا يبقى ال-distribution أو dynasty function دي هفترض ان هي هتاخد ايه شكل parametric كلمة شكل parametric دي معناها ايه معناها ان انا اقدر اعبر عن ال-probability of x دي يبقى اللوقتي لو انا قلت انها عندي ما يسمى بي ال-probability of x خلي بالك بقى معايا لازم يكون لها شكل كلمة parametric دي واحدة يقول ان هي عبارة عن normal distribution اوكي بقى normal distribution هي هيكون لها مين value لها ميو ولها sigma square لها ميو ولها ايه sigma square اه يبقى خلي بالك بقى معايا يبقى اذا هنا ال-probability density function بقى تعبارة عن normal distribution لي مين اللي هو ميو وليه variance اللي هو sigma square ليه variance اللي هو ايه sigma square ده في الحالة بتاعت اللي هو الايه بنسميها 1D دي في الحالة بتاعت اللي ايه في الحالة بتاعت ال-1D في الحالة بتاعت multi-dimension اوه بنسميها multi-variate normal distribution هتبقى دي عبارة عن هتبقى normal distribution بكتبها كده بكتبها n الميو بتاعت ايه يبقى اسمها برضا ميو بس السيجما square دي واسمها ايه اسمها بيك سيجما كده نخلي بالنا دايما في الكتابة بتاعتنا هنفرق ما بين السيجما بتاعت السميشن والسيجما بتاعت الايه ال-coverance matrix دي ايه كده نحط عليها لون كده اخضر ولا حاجة دي سمينا ايه يا جماعة دي سميناها ال-coverance matrix دي سميناها الايه ال-coverance matrix هرجوك خلي بالك يبقى هنتفق مع بعض ان اي سميشن هكتب جوة المعادلات بتاعتي لازم يكون زي السميشن اللي انا كتبه في الاول ده ده كده ده عبارة عن سميشن لازم السميشن لها ايه بتساوي واحد لحد ايه بتساوي سي يبقى دون يبقى انا كده عشان اعرف افرق ما بين السيجما بتاعت السميشن والسيجما بتاعت ال-coverance matrix يبقى ايه زنديا هنسميها ايه عدد اللي هو ايه هتدي له خلي بالك معايا ال-d small ده ال-d small ده اللي هو عدد ال-dimensions عدد اللي ايه ال-dimensions وبالتالي في حالة بتاعت هيكون عدد بتاعتي تلاتة يبقى ال-d بتاعتي بتساوي بتساوي تلاتة عظيم جدا يبقى دلوقتي خلي بالك بقى معايا اللي هو انا هتبنى اللي هي شكل كلمة شكل parametric يبقى بقدر اكتب لها ايه بكتب لها equation نخلي بالنا نخلي بالنا مش دايما ال-probability density function بتاعتي بتكون normal distribution لا ممكن تكون ايه شكل ممكن تكون ايه ايه شكل بس نخلي بالنا ايه شكل لازم انطبخ عليه الشرطين المهمين دولا ايه هم الشرطين ان اول شرط اول شرط ان هي القيمة بتاعتها اكبر من او صوت صفر تاني شرط ان هي ال-integration بتاعها over domain بيساو حد ال-integration بتاعها over domain بيساو حد عظيم جدا طب دلوقتي يا جماعة نخلي بالنا نخلي بالنا واحد بيقول لي اوكي انا تبنيت دلوقتي اللي هو الشكل بتاع ال-parametric بالنسبة لي ال-probability density function طب ال-estimation بتاع ال-parameters بيكون ازاي ال-estimation بتاع ال-parameters بيكون ازاي ومين قال مين قال ان الميو بتساوي ال-sumation بتاع السامبلز مقسوم على عددهم مين اللي قال كده هل القانون هل ده قانون حد حد حطه كده فبالتالي قال المتوسط وخلاص هيكون اجمعهم واسم عددهم من دماغنا كده ولا هل دي لها قانون ولا جاية منين ده اللي احنا عاوزين نعرفه النهاردة نخلي بالنا عاوزين نعرفه النهاردة هي ال-estimation بتاع الميو ده جي منين ال-estimation بتاع السيجما سكوير او ال-estimation بتاع الكوفيرنس ماتريكس جي منين نخلي بالنا نخلي بالنا ال-dimation بتاعتي هنا خلي بالك بقى معايا ده مهم جدا لانت دلوقتي بيتعامل مع الميو الميو بتاعتك دي اصبحت خلي بقى لك معايا في المالتي دايمانشن الميو بتاعتي عبارة عن فيكتور الفيكتور ده اهو اكتبها بخط كبير شو هي الميو بتاعتي عبارة عن فيكتور السايز بتاعه دي باي وان خلي بالك بقى معايا او هو ممكن انه عبارة عن فيكتور في دي عبارة عن ايه عبارة عن فيكتور في ايه دي ايه دي 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 في الحالة بتاعت الـ color images الـ D هتساوي ثلاثة. في الحالة بتاعت الـ color images الـ D بتساوي إيه؟ بتساوي ثلاثة. الـ lieutenant matrix اللي هي big sigma ديتا. الباقي sigma بتاعتي لازم تكون عبارة عن square matrix عبارة عن إيه? d by d خلي بلق بقى معي. يبقى لازم تكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن square matrix. عبارة عن إيه? Square matrix فيها إيه? d square elements فيها إيه? d by d elements فيها إيه? d by d elements. مهمة جداً الكلام دهو. طيب أنا مهمة أو أن أعرف الستيميشن بتاع الميو والستيميشن بتاع السيجمة دو مهم وجي منين نخلي بالنا الكلام دو كلام مهم أنا جاست هقول لك على الابروتش أو الالجوريثم أو الطريقة وبعد كده الطريقة دي تقدر تطبقها بغض النظر بغض النظر عن شكل الدستريبيوشن يعني الطريقة بتاعة المكسيمون دي هنشوفها ونقدر نطبقها على أي شكل من أشكال الدستريبيوشن طبعا واحد بيقول لي هو إحنا لحد دلوقتي أو صفر إحنا عارفين أن إحنا عندنا النورمال دستريبيوشن طيب أوكي هل النورمال دستريبيوشن هو الدستريبيوشن الوحيد طبعا أكيد مش هو الدستريبيوشن الوحيد فيه دستريبيوشن تانية ممكن أسميهم لك كلهم دلوقتي بس مش هي القضية بس أنت نخلي بالنا أن النورمال دستريبيوشن أثبت أنه هو مناسب في تطبيقات كتير جدا ومن أهم التطبيقات اللي هو أثبت أنه هو مناسب فيها اللي هي التطبيقات زي بتاعة تطبيقات بتاعة اللي نورمال لأنه هو مناسب جدا دي حاجة تاني حاجة طبعا في عندك تانية زي على سبيل المثال الرالي بس احنا خلي بالك ما عندناش رفاهية لتالوقت نقعد نستعرض كل كل الكل بس هي زي عبارة عن وقتلاقي انها بينطبق عليها الشرطين اللي احنا قلنا عليهم اللي هو رقم واحد انه هو أكبر من او يساوي الصف بالإضافة بتاعه بيساوي بيساوح طيب عظيم جدا لما احنا الوقت نستخدم ده هستخدمه ازاي كنت انا وريتك قبل كده كنت انا وريتك قبل كده في الديمو بتاع المحاضرة ان احنا كان عندنا اكتر من كنا بنعمل ما يسمى بالترينينج الترينينج دوا هي المرحلة اللي انا بعمل فيها للبرامترز بتاعت بتاعت طيب كنت انا عملت ايه كنت انا قلت لك خد سامبلز او عدد من السامبلز من كل ايه من كل ريجن طبعا طبعا انا كنت الطريقة اللي انا وريتها في المحاضرة ان انا جراز تاخد جزء من ايه تعال ناخد جزء كده من اي من اي ريجن ولا يكون على سبيل مثل رقمتين خدت انا جزء من ايه الباتش دي يبقى خدت انا الباتش دي بقى ايه كأننا خدت من ايه سامبلز خدت من ايه سامبلز تعاكلة مع بعض هافترض ان انا هافترض ان انا خدت سامبلز او خدت عينة خليبها معايا يبقى السامبلز التاعتي يبقى انا كأننا عندي ديتا سيت هسميها دي الدي دي بتتكون من مجموعة من السامبلز اللي هي وليكن اا اكس واحد اكس اتنين وها كزا نوقط لحد كاما عددهم كامل سامبلز زيان اا عددهم وليكن ايه اا ان سامبلز وليكن ايه وليكن هدهم ايه من السامبلز طيب نخلي بالنا بقى اي سامبلز منهم اي سامبلز منهم هيكون ليها عدد او ديميشنز بتاعتها هتكون دي باي وان هيكون فيها ايه دي باي وان هيثلون دي دي هي عدد الايه عدد الديميشن طيب بيقول لي ايه بيقول ان انت عندك المين بتاعهم اللي هو المي و هو عبارة عن ايه هيبقى عبارة عن واحد على ان واحد على N في الصميشن بتاع الإيه بتاع السامبز خلي بالكبير اتفقنا إن إحنا الصميشن بنكتبه إزاي بنكتب السجما XI كده وبعد كده هنا لازم أكتب I بتساق واحد لازم أكتب I بتساق واحد وفوق أكتب إيه N لو عدد إيه يبقى إزا ده إيه ده بتاع الميو هنشوف دلوقتي جنين الإكسبرشن ده الإكسبرشن دوا ما هواش طلع كده فجأة الواحده لا ده ليه إثبات رياضي هنشوفه بعد شوي الحاجة التانية من السامبز زيان ليهم كوفيرينس ماتريكس خلي بالكبها معايا الكوفيرينس ماتريكس هنا بنستخدم لها الرامز اللي هو Big Sigma هيبقى عبارة عن إيه واحدة لإن بردك بنقيس بها الديفييجنز من إيه من بص كده الديفييجنز من المين يبقى إنت خلي بقى هنا إنت اللي إنت جبته هنا ده ما يسمى بيه المين ده هنا ما يسمى بالإيه طبعا مين فيكتور ها ده ما يسمى بالإيه بالمن فيكتور بعد كده بقيف الديفييجنز سكويرد من المين فيكتور وبما إنا بتعامل مع فيكتورس بقى الديفييجنز منها فيكتورس الديفييجنز يبقى أنا أي سامب الكس أي سامب إيكس آية أي سامب إيكس آية deviated من الميو بتاعتي هيبقى فيكتور عشان حечение ساء 혹شان دفييجنس بتاعها خلي بالك بقى معايا هضربها في نفسها بس أنا هعمل لها ايه هعمل لها زي روتايشن او ايه اعمل لها زي ايه? زي خلي بقى ايه? بس طبعا لازم اعمل ايه? اعمل هنا ايه? خلي بقى والسيجما دي هي عبارة عن على ايه برضك. من ايه? من ايه بتسوى واحد لحد ايه? لحد ايه? خلي بقى طبعا بكل بساطة طبعا الكلام ده هيقول الى سيجما سكوير هيقول الى اه سيجما سكوير في الحالة بتاعت الايه? في الحالة بتاعت مبين قصين اللي هات دي بتسوى واحد. في الحالة بتاعت الايه? الدي بتسوى. دي بخلي بقى يبقى في الحالة بتاعت يبقى في الحالة بتاعت يبقى ازم في الحالة بتاعت اللي هي في الحالة بتاعت يبقى لازم نخلي بقى لنا ان هتقول للايه? هتقول الى اللي هو اللي هو عبارة عن ايه? عبارة عن value 1. طيب ايه باحنا اللقات اللي احنا شفناه هو عبارة عن maximum likelihood estimation للمين والايه ويه ال covariance matrix. المين ويه ال covariance matrix. طيب الكلام ده وان زي موقت احنا هنشوف الاسباب بتاعه بعد شوية. الاسباب بتاعه او الكلام ده وان جيه منين? الكلام ده وان جيه منين? قبل ما اقول الاسباب ده جيه منين? عاوز لو حد عنده سؤال اجاوبه قبل ما اكمل. فضل. ما شاء الله العدد ما شاء الله يعني عندنا عدد كبير. تمام? اللي عنده سؤال يا جماعة اتفضل قبل ما اكمل بس. مش عاوز انا انطلق بدون جاوبة الاسئلة بتاعكم. اتفضلوا. شهر مصطفى? مصطفى فين? مصطفى صفتاوي. الشباب بتاع مكترونكس فينه والشباب بتاع كمبيوتر ما فيش اسئلة ولا ايه? دكتور. عامر علي ايه اتفضل? ممكن بس في عجالة سريعا يعني افهم الا احنا استفدي يعني القانون دو هيفيدنا بيها وانا استفدني بيها عشان بس ان دخلت واخر الجيجة كده فما شفت جديمي غير مانس. وطبعا انت انت حضرت معا انت حاضر معايا من الاول وشفت البيز كلاسيفاير والكلام ده. هو انا حضرت المحاضرة اللي باتت لكن اللي يابنيها لأ. اللي يابنيها لأ. اه مصطفى محتاج تبص على المحاضرة بتاعة البيز كلاسيفاير لان احنا هنستخدمها عشان نحسب اللي احنا هنستخدمها في البيز كلاسيفاير. واضحة الموضوع ده بقى. تبا انا دكتور. تبا اتخلي بلك بقى تاني بقى مصطفى السؤال بردك بتاع مهم مصطفى بيقول لي ايه عاوزين نلم بقى الموضوع كله. يبقى احنا بنلم الموضوع كله ايه ان احنا للوقت عندنا بنستخدمها او بنحسب البرامترز عشان نجيب البربابلية وبعد كده البربابلية الدينيسي فونكشن هي او البراير بروبابلتي بنستخدمهم في الايه في البيز كلاسيفاير اللي هو بنستخدمه في السيجمينتيشن سواء بقى الصور اللي هي الوان او الصور اللي مش الوان. تمام كده? ماشيين? طيب ايه تاني? تمام. عمر علاء الدين. هم? عمر محمد اسماعيل. ملاي العاطف. الحسن محمد. الحسن محمد عبد الرحمن صحة كلا? اه موجودة دبتا. ايه حسن. انا فيها اسئلة ولا ايه? لا. تمام. الدينية واضحة يعني كويس? حالة مسال الشيط كلها? او لسه? اه. او للاسف لسه يا دبتا. طيب خلي بقى لك بقى. تمام? تمام. طيب ماشي يا شباب. يعني طلال ما فيش اسئلة انا هكملها. اوكي ماشي. طيب. خلي بالنا بس الكلام اللي انا هقوله مهم. مش الكلام مش موضوع نظري كده. وعملين نرص نظري. وخلاص انا مش عايزك بس اه. مش هي الدنيا مش موضوع. مش مجرد انا عدت على الكمبيوتر كده. هبرمج اي حاجة. هتروح مطلعات السور اللي انا عايزها والنتاج اللي انا عايزها. ما فيش حد بيعمل كده. اوعد اه. طيب. طيب. احنا الوقت يا جماعة. عاوزين نعمل ايه? عاوزين نشوف دلوقت ايه? الماكسوم لايكلي ودستيميشان ده بيقول ايه? بيقول لي بص خلي بقى معايا. بيقول لي لو انت دلوقت خلي بقى بنكتب عنوان دلوقت اسمه ايه? اسمه المي ال elli m ludzi ده اللى هو الماكسوم لايكليهود استميشان او الطريقة دي اه هل الطريقة دي في بتاع ال involter هي الطريقة الوحيدة اللي جابها لا مش هي الطريقة الوحيدة في احجية بس هما الاتنين بيؤدوا لنفس الايه? بيؤدوا تقريبا لنفس النتائج او النتائج المتقربة هنقول طريقة منهم بس عشان الوقت. عشان احنا بس زي ما قلت قبل كده ما عنديش انا رفاهية الوقت الكبير للأسف. كل اللي عندي عندي تلات محاضرات بالنهار ده. خلي باك بقى معايا بيقول لي ايه? بيقول لي دلوقتي لو انت دلوقتي عندك او مجموعة من الايه? من السامبل. طبعا لازم السامبل هذا ما يليس junior random اكيد. مشي يبقى يا انة عندي مجموعة من الايه? من السامبلز بنسميهم ايه? independent سامبلز بنسميهم ايه? independent سامبلز. انت whats one دي اكيد اختيارها لايعتمل عليك ثانية. اكيد اختيارها نفس الحكاية اي اكس فيهم اختيارها لايعتمل علي ايه? اي اكس تانية وهاكلة. طبعا في الاتينكس الكلام ده كان ليه تأصيل بلناسknown يعني ايه ههرب ههرب من الحاجات دي نجازتي هقولك على النتيجة على طول تمام بيقولي ايه بقى خلي بالك بقى لانا افترطت دلوقتي ان عندي مجموعة السامبلز دي بتفولو ديستربيشن معين بتفولو ايه بتفولو ديستربيشن معين الديستربيشن دو الديستربيشن ده خلي بالك بقى معين الديستربيشن دو ليه شكل معين ليه شكل معين او ليه شكل برامترك زي ما احنا قلنا اللي هو بيعتمد على الميو والسيجما بيعتمد على الايه على الميو والسيجما فبيقول لي ايه بيقول لي كل واحدة فيهم كل واحدة فيهم ليها بروبابلتي صح حاجة اكوردنج ليه ان هو السامبلز دي بتفولو بتفولو اللي هي البي خلي باك بقى معايا بتفولو البي وفي اكس دي خلي باك بقى معايا البيو في اكس جيفن الى جيفن البرمترز بتاعتي اللي هنا هنسميهم سيتا خلي باهنا اكبه معي هنا. هي سيتا دي هنا هتبقى عبارة عن ايه? ايه الثيتا هنا هيبقى عبارة عن فيكتور خلي باهنا اكبه معايا هيبقى فيكتور كبيرة حطقي فيه كل الايه? كل البرامترز بتاعتي زي ميو والسيجما طبعا لو فيه بريمترز ممكن نحطها اجبه الايه? جوه السيتا دي. يبقى Когда اللي بقى تبقى معايا تاني. يبقى انا دلوقتي هافترض ان السامبلز ديا. السامبلز ديا. كأن هي ليها ايه? كأن هي ليها او بتفولو معين اسمه بي اوف اكس وثيتا. اكيد طبعا يبقى ازا اكس واحد دي لها قيمة في دا او كأنها بي اوف اكس ايه? اكس واحد. نفس الحكاية بقى ايه? اللي بعدها تبقى ايه? اه البي اوف اكس اتنين وهاكاز اه بي اوف ايه اكس وهاكاز. طيب اه ايه اللي هيحصل بقى? طيب انا كل واحدة فيهم لها قيمة اه في البروبابلت صحك لحد ايه? لحد اخر واحدة ديا اللي هي ليها البروبابلتي. اوف اكس ايه اللي هي اخر السامبل بقى. ايه? 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 طيب ما انا دلوقتي ممكن احسب ايه? احسب الرايكليوت بالنسبة للديتا سات كلها. ما احنا قلنا خلي بالك طالما ان هما اندبندنت. يبقى انا اقدر اكتب ايه? اقدر اكتب كده. البروبابلتي بتاعة كل الديتا سات اللي هي ديه بقى. ديه كلها. جيفن ال ايه? جيفن. البرامتر ازيا? هيبقى عبارة عن ايه? بما انهم اندبندننت. بما انهم اندبندننت. يبقى بالتالي اقدر اقول على طول. اقدر اقول و عبارة عطول. إن الكلام ده عبارة عن إيه? عبارة عن حاصل ضرب كل الـ probability بتاعت كل السيمبلس. حاصل ضرب الـ probability بتاعت كل الـ Samples. وده بنسميه likelihood. ده بنسميه likelyhood. حاصل الضرب ده عبارة عن إيه اللي هي العلامة دي بتاعة πاي. اللي نسميها بقى إيه? Big P. بقى ده نسميها إيه? Big P. دي معناها إيه? multiplication بتاعتهم كلهم. Multiplication. يبقى multiplication بتاعتهم البي. وفي XI given theta. عظيم جدا. طبعا الاي بكام? الاي بتسوى واحد. من اول الاي بتسوى واحد لحد ايه? لحد ايه. كويس ايه. يبقى احد الوقت يقولنا ايه? ده هنسميه. يبقى خالي بقى بقى معايا. يبقى دي هنسميه ايه? دي عبارة عن. طبعا. بص كده معايا احنا اتفقنا انا قلنا. انا دي عبارة عن. ايه اكون اللي هي بتفولو. نورمال ديستربيوشن يعني فيها جاوسيان. فبالتالي. خلي بقى لك بقى معايا. فبالتالي. انا دلوقتي عندي حاصل الضرب بتاع قيم ايه? قيم صغيرة اوي. بتنهية في الصغر. يعني مساء على سبيل المثال. لو دولا الف سامبل. فانا هنا عندي تخوف. ان انا اخرج برا الباوندرز بتاعة الارقام. احنا كنا اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده. قلنا لما اجي اتعامل مع الجاوسيان ديستربيوشن. دايما اكون حريص اوي. عشان كده كنت دايما اعمل ايه? كنت انا دايما اقول ان الجاوسيان ديستربيوشن اتعامل معا عن طريق الايه? عن طريق اللوج. اتعامل معا عن طريق الايه? عن طريق اللوج. فبالتالي ايه رأيك? بدلا ما انا اخد بتاعة الديتا سات دي جيفن ثيتا اخد اللوج بتاعها. فبالتالي بدل ما هي بقى اسمها likelihood function هي اسمها ايه Log likelihood هي بقى اسمها الايه Log likelihood طب استنى انت عاوس تعمل ايه ما خلي بقى انت دلوقتي عايز تعمل ايه اه خل بقى لك بقى معي تاني يبقى ازا تاني انا عايز اعمل ايه انا دلوقتي عشان انا استميت البرامترز عشان انا استميت البرامترز بتاعتي اللي هي ميو و ايه۔ دي عشان لازم يخلي يخلي دي خلوها أكبر ما يمكن وده صح يبقى تاني يبقى خلي باك بقى معايا يبقى الستميشن بتاعي يعمل إيه يخليه بتاعة السامبل زي ما احنا بنقول إن هي بتفولو معين عشان تفولو معين لازم تكون أكبر ما يمكن وبالتالي أنا عاوز دلوقتي عاوز دلوقتي أعمل زي أبتومايزيشن هعمل إيه طيب يبقى خلي باك بقى معايا تاني يبقى إيزا عشان ما أخرجش برا بتاعتي هاخد بتاع مين بتاع الكلام ده طيب هو بتاع الكلام ده هعمل اللوج بتاع الكلام ده ونخلي باك بقى معايا الطرف الشمال هينزل زي ما هو مشكلة خالص يبقى بص كلا معين هعمل إيه آه دي الطرف الشمال ده هايبقى عندي بدل ما هو اسمه هيبقى كأنه اللوج بتاع كأنه عبارة عن إيه اللوج ممكن تقول علي اللوج أقول لنا مش فلا يبقى اللوج يبقى اذا الجزء دوا بدل ما هاخده كده هاخد الايه? هاخد برضك اللوج بتاعه زي ما اتفعل. يبقى اذا تاني اهو هدي الجزء دوا. ايبقى عندي ايه? هاخد اللوج بتاعه تاني. يبقى انا عندي ايه? حولت عشان اتغلب على الكمبيتشنال ايشوز خلي بقىك معايا لاني دايما بيحصل لي مع الجاوسيان بالزاد تحصل لي مشاكل. فبالتالي عشان تجنب المشاكل دي خدت الايه? خدت اللوج. طيب بعد لما انا خدت اللوج انا دلوقتي حاولت الضرب حاولته لايه الجامع? ايه المفروض يحصل? المفروض ان المين والكوفيرانس ماتريكس هم الاثنين يعملوا ماكسيمايزيشن للايكليهود فونكشن. عشان يعمل ماكسيمايزيشن لازم التفاضل ليساوي صفر. يبقى انت عندك التفاضل بتاع الطرف ده. ده اولا طبعا بتسميها اللوج لايكليهود فونكشن. ممكن تسميها الكابيتل مثلا. بتسميها ايه? الكابيتل كابيتل. خلي مائكب顆ى معايا عشان اخلي الالدي دي مكسموم. يبقى لازم التفاضل بتاعها خلي بقى جاهبت معايا. اه هنا مش هكتبه تفاضل عادي. التفاضل هنا مسميه contagiant. يبقى got more with respect to mu. يبقى خلي بقى جاهبات معايا. يبقى legradient with respect to mu بيساوي zero. بيساوي 0 ونعملها big O كده. يعني ده هيبقى فيكتور كبير هيبقى فيكتور كبير نفس الحكاية الـ gradient with respect to sigma اللي هو الـ L ده هيساوي ايه هيساوي برضك ايه زيرو كبير كده يبقى خليل عاجبها معايا تاني يبقى تاني يبقى مطلوب من الـ parameters بتاع الـ distribution to maximize the log likelihood function to maximize the log likelihood function خلي بالك الماكسمايزيشن بتاع اللوغ likelihood function هو نفسه الماكسمايزيشن بتاع الفونكشن من غير لغ هو نفسه الماكسمايزيشن بتاع الفونكشن من غير ايه من غير لغ نخلي بالنا المعادلة الاولينية ديا هي اللي هجيبلي المعادلة بتاعت ميو بتساوي بتاع السامبلز مقسومة على عددهم والمعادلة التانية ديا هي اللي هجيبلي الساميشن بتاع الايه اللي احنا كتبناها بكتب خلي بقى جمعها بدون دخول ايه بدون دخول في التفاصيل اذا، دي الطريقة الجنرال اللي انت تعرف تستمت بها الايه الparameter بتاعت الايه بتاعت الدستريبيوشن بتاعك دي هي الطريقة الجنرال اللي انت تستمت بها الايه الparameter بتاعت الدستريبيوشن بتاعك بكل بساطة ثم كده؟ طبعاً الدخول في التفاصيل طبعاً تعال شوف البريزنتيشن كده قعب لقوج في بريزنتيشن لو حد عنده سؤال تفضل تفضل تمام بلال عاطف ماهر جون نهاردة ما سألت جون عماد ايه الاخبار الحمد لله اه ما عنديش اسئلة تمام تمام طب هتعرف تفاضل المعادلة دي وتجيب الميون سيجما اه المفروض يعني انا 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 من النهاردة بس مش معايا ورا ورا معشان انا المحضرة بتفرج عليها ورا البيت بس يعني اعرف ان شاء الله تمام تمام مهم جدا كويس الملحوظة اللي انا جون دي على فكرة مهمة جدا لان الامتحان يا جماعة بالورقة اولا هو الفرجة اه اوكي هنتفرج ونبص ماشي جميل جدا بس انت لازم تعمل كلام ده بايدك بالورقة اولا اولا ارجوكو فيه على فكرة لو انت بتدور على هتلاقي فيه على فكرة يوتيوب غني جدا هتلاقي في يوتيوب دي فيه في من وستانفورد هتسمع حاجة كترة جدا بس هم حاجة انت بتعرف تعمل ايه بايدك ارجوك الكلام ده مهمة جدا ارجوك الكلام ده مهمة جدا طيب عظيم جدا فيه بريزنتيشن بسيط اوي البرزنتيشن دو انا اهو طبعا نبص كلا عليه مع بعض خلي باك بقى معاي ما هواش الطريقة الوحيدة بتاع البرامتر بس فيها عندي حاجة تانية بردك اسمها البيزيان برامتر استيميشن خلي بقى لنا ايه الفرق ما بالي اتنين تعالي هقول لك ايه الفرق بس انا هخش بالتفصيل فيه الطريقة الاولانية فقط الطريقة التانية هسيبها لك بس انا مش اسألك فيها اه بكل بساطة الماكسمام لايكليهود استيميشن بيعابله شيئنه بيماكسمايز البروباب بليتي بتاعتي الاوبزورفايشن يعني ايه الكلام دو اولا يعني انا لو بصيت للهيستوجرام بتاع السامبل بتاعتي شكله قريب من الجاو dart شكله قريب من ايه ملكاو سي Any ايه وبالتالي انا عاوز ازود الاحتمالية بتاعت الجاو سيدي ايه يبقى انا عاوز اعمل ايه يبقى انا عاوز اماكسمايز يبقى خلي بقى تاني ده عاوز يعمل ايه? عاوز يبقى بالتالي نخلي بالنا هو هيعمل ايه? هيحاول طبعا اللي هي الاحتمالية بتاعت انهم يكونوا ايه? ان يكونوا جاوسين فبالتالي حاصل الضرب بتاعهم عاوز اخليه يكون ايه? يكون اكبر ما يمكن. طب ده بالنسبة البيزيان بقى بيعمل ايه? البيزيان بيعمل حاجة تانية بيقول لي ايه بيقول لده انا خلي بالك انا هافطارد ان البرامترز بتاعتك دي ما هياش فكس زي ما انت متخيل لا ده هي عبارة على الراندن فاريبل ده راندن فاريبل كمان ده انا عرف لها ديستربيوشن وانا هعمل ايه? وانا هاستميلة البرامترز دي على اساس انها ايه بارامترز او راندن فاريبل يعرف لها الايه ديستربيوشن بتاعها فديا طريقة ايه? طريقة مختلفة بس خلي بالك بقى سواء الطريقة الاولانية او الطريقةكة الثانية هما الاتنين dispersين نتائج قريبة من بعض. هما الاتنين هيدون نتائج قريبة من بعض. عظيم جدا. طيب ده كويس. طبعا منا هاتنين هيدين نتائج قريبة، خلاص خلينا مع الطريق الاولانية. خلينا مع الطريقة الاولانية. خليف قل man بقى يبقى اذا في الطريقة ده ايه لأفطار تخلي بقى لك معي. كلمة دي معناها ايه؟ معناها نهية بقدر بقدر اكتبها في شكل وليها برامترز اقدر انا اوصفها زي النورمال ديستربيوشن زي النورمال ديستربيوشن اللي هي المين والكوفيرانس ماتريكس زي ما حنتفهمها المين والايه والكوفيرانس ماتريكس نخلي بالنا قدامنا ده هو عبارة عن الاندكس بتاع الريجن زي ما اتفاقنا ان احنا ممكن الصورة نقسمها اكتر من الريجن طيب عظيم جدا دي بقى تاني انا هفترض ان انا عندي البرامترز بتاعتي كلها ممكن احطهم في فيكتور والفيكتور ده نسميه ايه ثيتا هنسميه ايه ثيتا طبعا نخلي بالنا هو دائما نعملهم فيكتور او نعملهم ماتريكس او whatever حطهم كلهم مع بعض كده وسميهم ايه سميهم ثيتا سميهم ايه ثيتا طيب عشان بس نسحل يبقى خلي بالك معي بقى ثيتا دي عبارة عن ايه دي عبارة عن بتاعي الانون بارامترز. يبقى ثييتة هو عبارة عن ايه? الفيكتور بتاعيه? بتاع الانون بارامترز انسان. تمام? يبقى احنا اللقات لو احنا فترضنا ان احنا عندنا عدد من السامبلز زي ما انا قلت من شوية عندي عدد من السامبلز ان. اللي هما اكس واحد اكس دين لحد اكس ان. ده عبارة عن ماشي? تمام? الانديبيندنس سامبلز دولا المفروض كل واحدة فيهم ليها كل واحدة فيهم ليها ايه? ايه? لoria برامترز زي. طب ايه اللي مطلوب مني? عاوز اجيب البروبابلتي بتاعة الايه هو بتاعت السامبلز كلها. بتاعة السامبلز كلها السميها زي ما احنا شوفنا في الكتابة بتاعتنا من شوية. عبارة عن ايه ديا اللايكلي هوود ده. هو عبارة عن حاصل ضرب كل البروبابلز. عبارة عن ايه? حاصل ضرب كل ال��은 بالبروبابلز. طيب عشان انكزمايز اسered similarly St. زي ما احنا قلنا. لازم اعامل ايه? عاوز انا ده. عايز ايه? وطبعا هي ديا الملحوظة بتاعت ديا انا هماكسيمايز سواء او هما الاتنين ليهم نفس ايه? نفس خلي بالك. لو انا قلت ايه? انا عاوز استمد بتخلي ديه بيك فبالتالي لما دي تكون بيك التاني يكون ايه? طبعا. طبعا ايه الفرق ما بين والفنكشن العادية تعرف فكرك بس دي حتة دي مش مش فزاكة ولا حاجة بس المفهوك كل واحد فينا يكون عارف الكلام دول. ايه الميزة في اللوج? الميزة اللي في اللوج ان هو في عندي قيم انا ممكن ما ايه الكورسي بتاعتي. الكورسي بتاعتي ممكن اعمال. زي ما انت شايف كده. زي قيم ايه عشو الصنع السبع او الكلام ده. او قيم تبدو ان هي قريبة من الصفر كلها. بس خلي بقى بص معي. كأن اكبر قيمة بصة عندي كام? واصغر قيمة عندي كام. طبعا اللوج عمل ايه بص كده? فرد الحتة دي خالص. عمل ايه? قل للفجوة كبيرة طبعا هنا كان في فجوة كبيرة قوي. كان في فجوة كبيرة او ما بين ايه? فهو ايه? ففرد الحتة دي بص كده. بقى الحتة دي انبقت مقروقة بالنسبة او وضحة كانت ميتة هنا ايه? مكتش موجودة خلص. اصبحت موجودة. ده الفرق بس ما بين اللوج والايه? والفونشن عادية. فدي حتة مهمة او بخلي معك منا. احنا بنجيب اللوجة عشان نبسط التعامل معها يعني? اللي همنا ان احنا نجيب بحاجة. انا اكيد قلتها لكو ابي كده بش ماندسة مش ماندسة حبيبة صح? انا مريم. بش ماندسة مريم. انت مش اخدت معاها يا مريم اللي هو بتاع النيورال نيتورك ده اوة. بصيح مريم كده. القيمة بتاعت اكسبونينشل نيجاتي في الف. انت تغيرك في القيمة دي. ايه رأك انت في القيمة دي. ايه دي تغيرا صغيرة جدا كده. طب يعني كانت صغيرة جدا بقى. هنما هي دي خليباك. دي كلمة ديا كلمة مطاطة برضك ما يخليباك ما تنفعش معانا بقى. ديا القيمة ديا لو انا هستخدمها على الكمبيوتر هتبقى موجودة. دي موجودة. هم? مش كنت تبقى بسينة. بالضبط. دي مش كده كبيرة. بصي معايا بقى خليباك بقى معايا تاني. بصي كده معايا. انا عندي رقم عبارة عن اكسبونينشل نيجاتيف تاوزند. وفي عندي رقم بتاني اكسبونينشل نيجاتيف تين تاوزند. هما الاتنين بتقام? بزيرو. الاتنين بتقام? بزيرو. صح كده? يعني على خط الاعداد بصي كده معايا. عندي اكسبونينشل وان. عندي اكسبونينشل وان. وعندي اكسبونينشل نيجاتيف تاوزند. وعندي اكسبونينشل نيجاتيف تين تاوزند. على خط الاعداد. دي خط الاعداد اهو بتاع اكس هتلاقي ده الموجود عند واحد والاتنين دول موجودين علي ايه? عند الصفر. يبقى كده في شغل ده هيشتغل معايا البرناج بتاعها هيشتغل. لو عملت ايه لو عدت تعمل كل القيم كلها هتبقى ايه بازت صح? في ايه هيحصل? لو انا اخدت اللوج او اللين سميها او اللين? ايه اللي هيحصل? ها? ايه كده هتغزل بتاعتهم. هتعمل ايه بقى? اللين اللي هيحصل هيعمل ايه? كده هيبقى متوزعين على الخطة افضل. ايه بالزبط كده. يبقى ايزا هنا عندي. ده اللي احنا بتقول. ده اللي احنا ايه? وده على فكرة ده حتة جدا. يبقى على طول الواحد هيروح عندي واحد. هيروح عندي نيجاتي في ساوزند. والتاني يروح فين? عندي نيجاتي في ساوزند. خدت بقى ليه? بقيت قيم ايه? القيم ده قدر يتعمل معاه ولا لأ? اه كده بقيت اوضح. اه بالزبط ايه دي هو ده المطلوب. لكن ده كده اللي احط عليه على محامرة ده كده. ده كده مش هعمل حاجة. اللي هشتغل بالطريقة ده يا جماعة. اللي هشتغل بالطريقة دي مش الكلام مش هينفع. مش هشتغل. مش يدي اي حاجة. الكلام واضح? واضح ليه اننا بنستخدم. اه يا دكتور تمام كده. تمام? الكلام ده مهم كده يا جماعة ارجوك. الكلام ده. تاني حاجة خلي بالك انت مسئوليتك انت كبروجرامر ان كل الارقام بتاعتي جوه البرنامج تبقى وذن الايه? وذن الباوندرز. كلمة الباوندرز دي معنى ايه? معنى ان اي رقم ليه مينيموم وليه ماكسيموم. ليه مينيموم وليه ماكسيموم. مع الاخذ في الاعتبار ان الارقام اللي هي بيتم التعامل معها جوه الكمبيوتر بالايه? بتبقى الاكيروس بتاعتها مية في المية يا بشماندسة? ولا بتبقى الاكيروس بتاعتها كام? ها? معلش يا دكتور كتبكت ممكن تعيد السؤال تاني? السؤال بتاعي? الارقام اللي هي الفراكشونال بتتخزن جوه الكمبيوتر بأرور بيساوي صفر? ولا ايه? ولا ارور شكله قد ايه? لا اكيد اكيد فيه نسبة ارور. ايه بالزبط كده. ايه وها تقول لي ابدا ان فيه ارور بيساوي صفر. يبقى انت متعرفش حاجة. يبقى انت مش مش مهندس. اوكي? خلي بالنا الكلام ده مهم. عرفنا احنا ليه بنروح للوج? عرفنا احنا ليه بنروح للوج يا جماعة? تمام? طيب. بخلي بقى تاني. موضوع اللوج ده مهم اوه. تمام. ايه بقى احنا الوقت رحنا للوج لايكليوت فونكشن. ايه الهدف فيها بتاعي? طبعا المؤد بتاعتي او السامبل زي ما انت شايف كلا? ايه لما بعمل لهم دي كأنها طبعا الان دي دي تا بقى محظوظ. لو انا الكيس بتاعتي بتبع وان دي بقدر افيجولايز الديتا بتاعتي طبعا الحالة بتاعة ال ثري دي والفور دي والثيرتي تو ديميشنز والفايف تازن ديميشنز والكلام ده مش اقدر افيجولايز اي حاجة. مش اقدر ايه? افيجولايز اي حاجة طبعا خلي بالك بقى معي. يبقى تاني انت محتاج تعمل ايه? محتاج تعمل التفاضل. تجيب التفاضل انا نعرف انا انا نسميه نخلي بدينا ستة تعدى بارة عن ده فيه فيه كل الانون برامايتر احو. participated بالنسبة للبيكتور يبقى اديني ايه? يديني فيكتور. فيه الالم التلاولين بتاعها هو التفاضل بالنسبة ليه البرامتر الاولينة وباكها التفاضل بالنسبة للبرامتر التانى واحد كيساً تمام? طيب. المفروض نحب بنفاضل وبنساوف صفر وانحل المعادلة فينفاضل بنصير الصفر ونحل المعادلة. فعندك هنا في البرزنتيش عند اول. هو اجيبلك التفاضل بالنسبة لايه? لالبرامتر الاولين اللي هو ميو. بكى التفاضل بالنسبة للبرامتر التاني. اللي هو في الاول عملك الكيس بتاعت السيجما. احنا قلنا في الحالة بتاعت الوان دي هتبقى عبارة عن السيجما سكوير. طبعا الحالة بتاعت الميو اللي هي الحالة السهل على طول هتقدر تجيب اللي ايه? تجيب طبعا اللي هي ده بنحط عليها هات. خلي بالك. الاستيميدي برامتر اللي هو ميو بيحط عليها ايه? دايما بيحط عليها ايه? بيحط عليها هات. طبعا? نفس الحكاية برضك هتفاضل بالنسبة للسيجما او الخط بس في الاعتبار الحالة اللي هي البسيطة اللي هي الحالة بتاعت بتاعت ان سيتا واحد هي عبارة عن ميو. طبعا في الحالة بتاعت الوان دي هتبقى سيتا واحد هي عبارة عن ميو. سيتا اتنين هي عبارة عن السيجما سكوير معلش هي انا هي معمولة بالاصفر بس انت انت شايفينها يا جماعة? شايفين سيتا واحد و سيتا اتنين? هو يده بقى. معلش يعني هي دي. تمام? يبقى انت هتفاضل بالنسبة للسيتا اتنين. وتحط كلام ده بصفر هتلاقي القاس Filipino بتاع ايه? بتاع سيتا اتنين هى عبارة عن سيجما سكوير هي عبارة عن المجموع بتاع Divisions Square من الايه? من المين المجموع بتاع Divisions Square من المين مقسوم على ايه? مقسوم على عددهم. نخلي بالنا نخلي بالنا النس بتوعية استاديسيكس اللي هم عائي فموضوية هتابطانيشان ده اخلي بالاك معي لو احنا جبنا بتاعي ده هتلاقي ان هو ايه المفروض اللي هو ده المفروض يقول بس هو الاسف مش بيقول هو بيقول لإيه لاننا اسوء واحد على قيدنا مضروب في ده بنسميه تبقى تاني خلي بقى لك بتعلمين بتاع المين هتلاقي ان هو مش بيساوي سيجما سكوير هو بايه بيتناسب مع سيجما سكوير طب نخلي بالنا نخلي بالنا هل ده معنى الكلام ده الكلام اللي حاب نعمل هو غرط طبعا هو من المفترض ان انت بتاخد عدد كبير من السامبلز عشان كده حاب دائما في الستاتيستيكس أو كده دائما نقول ايه نقول خد عدد كبير من السامبلز طبعا كلمة عدد كبير طبعا العددية ممكن لها دراسة وكده ممكن نشوفها بس هي عامة الان بتاعتي بقى لها خانون كبير ليه؟ عشان لما الان بتاعتي بقى لها خانون كبير يبقى كبير بالنسبة للواحد يبقى الان ناس واحد مقسوم على ان ده قريب جدا من الواحد وبالتالي ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش بازد ولا حاجة خدت بالك يبقى تاني يبقى انت هتتجاهل العداء قضيا لو في حالة ان انت عندك الايه؟ الان بتاعتك كبيرة لو الايه بتاعتك كبيرة لو انت خدت ميت سامبل مثلا او اكتر وهكذا وده على فكرة دايما ده اللي احنا بنحاول نعمله ده اللي احنا ايه؟ بنحاول نعمله فبالتالي بيبقى الستمت بتاعيه قريب للايه؟ لسيجما سكوير وهكذا فبالتالي عشان تعمل عشان تعمل استمت ما يكونش بايزد فانت تعمل ايه؟ بدل ما تقسم على ان اسم على ان ناس واحد اقسم على ايه؟ على ان ناس واحد وهكذا فده عشان تتغلق على موضوع ايه؟ البايز طيب انا مش عايز اطول في الجزء ده بس انت اهم حاجة انت عرفت ايه؟ عرفت ان دلوقتي اي ديستربيوشن انا هتديهولك اي ديستربيوشن انا هتديهولك هتشوف عدد البرامترز بتاعته هتلاقي فيه هو اتنين سيتا ولا سيتا واحدة ولا قد ايه بتجيب اللوق لايكليوت فانكشن بتقس بتفاضل اللوق لايكليوت فانكشن على حسب ايه؟ على حسب المعارات بتاعت ايه؟ بتاعت سيتا وتساوه بصفر تحل المعادلات تجيب الايه؟ تجيب الاستمت بتاع البرامترز بتاعتك بغض النظر بقى سواء الديستربيوشن بتاعك جاوسيان الاورالي او 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 هتلاقي الكلام ده طبعا ايه؟ الكلام بسيط جدا مش ايه حاجة هوا مش اكتر من المعادلتين للبوساط اللي قدامك دول يعني مش عاوز ايه مش عاوز انا اطول في الموضوع ده ها هي بقى تاني هي بقى تاني بقى تعال ايه؟ تعال لخص الجزية دين عشان ايه؟ عشان ما انتهش طيب قبل ما لخص الجزية دين اشوف الاسئلة بتاعكم لاحن تصاري اتفضل لاحن تصاري اتفضل لاحن تصاري اتفضل طبعا يا شباب يبقى دلوقتي تعال نلخص بقى اللي احنا عملناه يبقى تاني تاني عشان انا استخدم تاني نرجع بقى للشاشة بتاعتنا تاني عشان انا اقدر استخدم يبقى اول حاجة رقم واحد لازم اعرف عدد بتاعتي ما هو عدد ده ما هواش حاجة هقدر اكتشفها لوحدي فبالتالي الطريقة بتاعتي بنسميها سوبرفايز سوبرفايز دي بنا ايه صامها وعارف عدد بتاعتي تمام كده دي حاجة تاني حاجة كل بيكون ليها وليها دي 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 عشان اقدر اعمل لها لازم يكون لها شكل الشكل بتاعها بنسميه الشكل برامترك الشكل برامترك دول معانا ان هي ليها معادلة قلنا ليها معادلة احد الامثلة على المعادلة دي اللي هو النورمال ديستوربيوشن طب النورمال ديه برامترز اللي هي البرامترز بتاعت المين والكوفيرانس او المين والفاريانس في حالة اللي ايه? في الحالة بتاعة طيب عظيم جدا. نيجي بعد كده احنا البرامتر زيه محتاجين نعمل لها فبنعمل لها عن طريق شفنا وان احنا عوزين نماكسمايز طبعا بتاع هيقد بينا اللي قدامتين اللي هي ايه? اللي هو المين والكوفيرينس ماتريكس. واده الشكل بتاع الاستيميشان بتاعهم في المالتي دايمانش. الهو الشكل ده بتاع المين? والشكل ده بتاع ايه? بتاع الكوفيرينس ماتريكس. عظيم جدا. بعد لما عملنا الاستيميشان بتاع البرامترز على طول اقدر ان انا عن طريق الماكسمام اقدر انا ايه? ان انا اعمل اه بيز للاسيكيشان لأي بيكسل جوا الصورة. عن طريق ان انا اشوف القيمة بتاعت حاصل ضرب البرائر بروبابوليتي في البروبابوليتي دينستي فونكشن وادسايد بيزد على ايه بيزد على اكبر قيمة ماادسايد الكلام ده بيزد على ايه على اكبر قيمة وهكذا دون الموخص بتاعنا يا جماعة بتاع الايه بتاع السيجمينتيشن وهكذا طيب اللي عنده سؤال يتفضل ممدوح وليد شايف سؤال يا جماعة طيب طيب هناخد بريك لمدة خمس ده ونكمل ان شاء الله بعضي بريك لمدة خمس ده يا جماعة ناس سمعاني كويس ايه يا دورت ايه يا دورت تمام انا اخد بريك يا شباب بريك ونكمل بعد البريك ان شاء الله ترجمة نانسي رب اشتركوا في القناة 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 الملخص اللي أنا قلته قابل الرسل حد يتفضل كده يقول وليكن مثلاً أي حد بلال عاطف يلا يا بلال تفضل الناس كلها خرجت معرفة الحكاية يقول يا بلال طيب نسمع فادي فادي يوسف فادي يوسف تفضل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طب ما انا كنا شغالين طب ايه اللي هيرجعنا تاني للان سوبرفايز تركز بقى معايا خلي بالك الكلام ده مهم بص بقى معايا في الجزء بتاع في الجزء بتاع لازم كنت انا بنفسي لازم انا كنت انا بنفسي ابص في الصورة لازم ابص في الصورة وطلع منها الريجعن اللي هي بتنتمي لريجعن واحد خلي باقي بقى معايا تاني تعالى افتكت كده مع بعض ادي دلوقتي الجزء بتاعهم كنت انا في الجزء بتاع السوبرفايزة كنت لازم اعمل ايه ااجي اروح قاطع جزء كده من الريجعن الاولينية والجزء ده او البيكسل زين هقول ان انا هاخدها استمت بها البرامترز بتاع ريجعن واحد وبعد كده اعمل ايه ااجي في الريجعن الرقم اتنين ااجي ااخد الجزء بتاع الريجعن الاتنين ده وهما دول هاستمت بهم البرامترز بتاعت ايه ريجعن اتنين وبعد كده اروح وااخد جزء من ريجعن تلاتة استمت بي البرامترز بتاعت ريجعن تلاتة او هكذا ريجعن اربعة ااخد جزء استمت بي البرامترز بتاعت ايه ريجعن اربعة عن سؤال طب سؤال هل انا عندي طريقة تانية هل عندي طريقة تانية اقدر ان انا اعمل بها سيجمينتيشن او اعمل بها كلاسي فيكيشن بدون معه ده بص في الصورة هل ينفع ان انا اعمل الكلام ده اوتوماتيك هل اقدر اعمله بطريقة ان سوبرفايز الاجابة نعم عن طريقه ايه الاكسابكتيشناساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساس اقولك سؤال في الامتحان. اقولك اكتب بتاع مثلا اكسيمكتيشن اه اكسيمكتيشن. طب سؤال هو اكسيمكتيشن ده بيعمل ايه? بتاعنا نشوف اركز معاي. اه نخلي بالنا. انا في الشرح اللي انا هقوله. انا هتجنب كل الاسباتات الرياضية عشان ما حدش يقولك ده ايه? الكلام ده تقيل ولا خفيف ولا الكلام دول. انا هتجنب كل الاسباتات الرياضية. انا رجزت ست 가قولك على الطريقة انا رجزت ستقل لك على الطريقة وقل لك على المعدلة بتاعة النتيجة. ستقل لك على المعدلة بتاعة الائيه? بتاعة النتيجة. بخلي بقى تاني يبقى انا دلوقتي عاوز طريقة . اعمل بيه الطريقة. ببساطة كده طبعا احنا كنا ايه? كنا احنا كلمنا على. صح. اوه هو علا على فكرة. طب في كلاسترين كده يا شباب. حد يفكرنا احنا عملنا ايه في? حد كده ما عليش يقول لي. في كلاسترينج حد كده فكرنا. هو الالجوريثمي ده بيشتغل ازاي? حد كده فكرنا يا جماعة. عمر عبدالله. الكلاسترينج يا شباب احنا عملنا فيه ايه? ما شاء الله. احنا كنا بنجيب بنشوف البوينت مسلا اعرف حاجة عليها وبنعناها بنحدد يا طبعاني. لا اقول لي بخطوات محددة يا عمر. انا فكروا ان احنا بمسلا عندنا بندهم او نقطتين عشوائتين وبعد كده بنشوف كل النقط بالنسبة للريجنز تنضم الاني ريجن فيهم. اه وبعد كده اه بناخد الافريس او المين. اه وبنبدل ناوديت كله شوية في التوراندامس دول لبوينت بحيث ان احنا ناسمهم لتوك لسترينج مسلا. مسلا دلوقتي لو احنا افترضنا يا جماعة طبعا تعالوا نكتب كده الكي مينز بص كده كي مينز كلاسترينج. ان اللي احنا ها نعمله دلوقتي اه شبه هو بس طرعا مختلفة الشوائب كنا بنعمل ايه. كنا هنفترض ان هنا عندي من من تو بني انا افترض ان أنا عندي ان هنا يعني القي بتاعتي بين ايه. بعد كي انا عندي ايه croisور ايه؟ افترض ان انا عندي المين الاولانية هتديها الشكل الاحمر اللي هو بتاع 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 التريانجل دوا وبقى المين التانية هتديها لايه الشكل الايه اللي هو دوا تمام طيب خلي بقية النقط كلها بقية النقط اللي هي باللون لسود اهي اصدرنا عندي نقطة هنا عندي نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا نقطة هنا وهكذا خلي بقيت معايا ده بتاعي ده كأنه ليه بتاع طبعا بسيط بتاع طبعا بتاعي في مشاهدة ان انا عمله زي اللي انا عمله ده تمام يبقى انا انشيالي عملت اه اه random انشيليزيشن لتهو مينز عملت random انشيليزيشن لازيليه لتهو مينز وبعد كده ان اللي بيحصل بناء على ال two means دولة بكلسيفاي بكلسيفاي كل النقط اكوردنج ليه البعد بتاعهم عن ليه عن المينز دي يبقى تاني النقطة اللي انا هشاور عليها دي النقطة دي هتصنف احمر بناء على ان هي قريبة من الايه من الاحمر النقطة دي تصنف ازرع بناء على ان هي قريبة من الايه من الازرع وهكذا يبقى خلي باجبع معايا تاني يبقى دلوقتي لو انا اه هقول ان الازرع بص كده معايا يبقى النقط اللي انا هشاور عليها دي هتصنف ازرع علشان هي قريبة من الايه بالازرع طبعا دي قريبة من الازرع وهكذا واضح قوي لان هي قريبة من ايه بالازرع وهكذا انسوا وهكذا طيب النقطة دي التانية هتتصنف احمر لان هي قريبة من اللي احمر بس كده بكل فساط طيب عظيمة طيب بعد كده يبقى انت بعد لما صنفت تروح عامل ايه تأبديت خلي باك بقى تأبديت اللوكيشنز بتاعت الايه بتاعت المينز بتاعتك يبقى انا هعمل ايه كيان انا هشطب على المينز الاولي دي دي كاينها هتشطب عليها كده هشطب عليها كده ايه كاينها ايه هتتحرك كاينها ايه هتتحرك بانت عندك هتلاقي فيه لون احمر جديد اهو هتلاقي فيه نقطة احمر جديد اهي هتلاقي فيه ازرق اه جديد وهكذا وهكذا يبقى كاين خلي باك بقى معايا يبقى كاين المين الاحمر اتحرك اهو وكاين المين الازرق اتحرك وهكذا وضع ان انا ايه عشان بس الالوان خلي بقى الكلام ده مهم اهو طيب حظيم جدا اه يبقى دي بنسمى الايه الكي مينز كلاسترينج دي بنسمى الايه الكي مينز كلاسترينج خلي بالك معايا الكي مينز كلاسترينج خد في الاعتبار بس المسافة ما بين النقطة والايه والمين يبقى خلي بالك هو خد في الاعتبار بس المسافة ما بين النقطة والمين ما خدش في الاعتبار الدستربيوشن بتاع السامبلز بتاعتي ما خدش في الاعتبار الدستربيوشن بتاع السامبلز جوه الكاتيجوري ديا شكله عامل ازاي ما خدش في الاعتبار اي prior probability او اي posterior probability الاكسيبكتيشن مكسيمازيشن بيقول لي ان انت ممكن تعمل حاجة شبه الكي مينزي كلاسترينج دي باستخدام الايه باستخدام الاكسيبكتيشن مكسيمازيشن باستخدام الايه الاكسيبكتيشن مكسيمازيشن خلي بالا جمع طيب قبل ما اتكلم في الابليكيشنز بتاعته تعال نشوف الاول هنعمله ازاي ايبا خلي بالا جمع ايبا ايزا الاكسيبكتيشن مكسيمازيشن هيتميز عن الكي مينزي كلاسترينج بانه هو ايه بانه هو هيوصف لي الكاتيجوري بتاعتي او هصف لي كلاستر بتاعتي هيوصفها بايه بقى اول حاجة ببروبابيليتي دينستي فونكشن تاني حاجة بايه تاني حاجة بيه البرائر بروبابيليتي وبالتالي البربابيليتي دينستي فونكشن بتعبر عن دستريبيوشن والبرائر بروبابيليتي هما الاثنين يبديوني بوستيريور بروبابيليتي يبديوني ايه بوستيريور بروبابيليتي هي اللي بناء عليها بعمل اوبديت للايه لالبرامترز بتاعتي يبقى خلي بلاك بقى معايا تاني بخلي بقى معايا انا عاوز اوصف كل بروسس من دولا الوصف الصح بتاعها زي ما اتفقنا قبل كده إن أي بروسس ليها input وليها output ليها إيه؟ ليها input وليها output تمام كده يبقى الـ input بتاعتي عبارة عن مجموعة من احنا كنا قلنا إن الـ color images بتاعتنا كنا قلنا إن الـ color images بتاعتنا الـ feature بتاعتنا نفترضها الـ feature البسيطة خالص هي عبارة عن الـ color عند كل بيكسل الـ color ده عبارة عن تلاتة components ممكن واحد طبعا نوع من الفزلكة يعني هيستخدم الأشكال المختلفة الأخرى بتاعت الـ color representation فيه models أو في color models تانية مختلفة ممكن تستخدمها ما في شيء مشكلة خالص استخدمها بس أم حاجة أن أنت عندك يبقى أنت بادئ بمجموعة من إيه؟ من بادئ بإيه؟ خلي بقى هتنتهي بإيه؟ هتنتهي بإيه؟ إن أنا عندي K cluster إنت خلي بقى لأنا افترضت إن أنا عندي مجموعة من الـ clusters عددهم إيه؟ لازم طبعا نكون عاد عارف عدد clusters دي المصبقون وليكن اتنين في الحالة بتاعت الـ object وي الـ background يكون بتلاتة لو أنا عندي two objects و background يبقى أنا أفترض إن أنا عندي إيه؟ K cluster عندي إيه؟ K cluster يبقى خلي بقى يبقى K means klastering Output بتاعها هو عبارة عن إيه؟ Output بتاعها هو عبارة عن إيه؟ هو K means K means يبقى أنا عندي إيه؟ عدد means بتاعت كل أو mean بتاعت كل cluster إيه أنا عندي cluster واحد واثنين لحد K بقى cluster واحد عرفت لها M1 cluster 2 عرفت لها M2 cluster K عرفت لها Mk وحكا يبقى أنا عرفت لإيه؟ K means بتاعتي طبعا قصات كده قصات كده أنا عارف كل pixel من دول أو كل feature vector من دول بينتمي لأنهي لإيه؟ لأنهي class بتاعته بينتمي لأنهي class إزاي عن طريق أقرب مين منهم يبقى أي X من دول بتنتامي لأنهي واحد بتنتامي لأقرب مين من دول طبعا طبعا لازم يكون عندي distance measure زي ما احنا اتفقنا قبل كده إن أنا عندي distance measure ما بين الـ X وما بين الـ A وما بين المين بتاعنا ما بين الـ X وما بين الـ A ما بين المين ولكن distance measure ده هو في أبسط أشكال طيب ده بالنسبة لإيه؟ K means clustering يبقى خلي بقى معايا يبقى K means clustering just خاتف decision بتاعي هو إن الـ X بتبعد قد إيه من الـ M الـ X بتبعد قد إيه من الـ M طيب الناس تقول expectation maximization ليهم رأي تاني خارص بيقول لي إيه بقى بقول لي لأ خلي بالك خلي بالك خلي بالك بقى معايا تاني طبعا الكلام نحنا قلناه كلهم وإننا بس بيستعرض لك اللي بستبى يستبى اللي احنا قلناه يبقى خلي بقى بقى معايا تاني هو هنا قادي الـ Output إن أنا عندي الوقت المينز بتاعتي وبعد كده classification بتاع كل نقطة classification بتاع كل نقطة وهكذا الخطوات بتاعتنا وبعد كده باعمل classification بتاعتي وبعد كده باعمل estimation تاني لكل المينز زي ما احنا استعرضنا في الـ visualization اللي أنا رأيته لك الشكل دوا هو كأنه استعرض برضك ليه تاني الـ classification بتاعي ده عندي مجموعة من الـ visualized بتاعي وده عندي هبتدي بالمين اللي هو الأخضر وعندي مين تاني اللي هو الأحمر هكلاسيفي النقطة based على إيه وربهم من الإيه من المين بتاعي يبقى انت عندك الكاتيجوري الأحمر والكاتيجوري الأخضر وبعد كده طبعا هتعمل update للمينز تعمل انت update للمينز وهكذا المفروب بتقف إبتا أو بت-stop الإتريشنز بتاعتك انت لما تلاقي التغير في المينز بتاعتك إنسيجنافكي بتلاقي إن المين الجديدة ما بتتحركش بعيد عن الإيه عن المين اللي قبلها وهاكذا طيب ده بالنسبة لإيه ده بالنسبة للكيميزي كلاستر الناس بقى بتوع الإي أم عندهم عندهم إيه الطريقة تانية خالص بيقول إيه بقى خلي بالك أنا دلوقتي كل كلاستر كل كلاستر مش هوصفها ب مين بس مش هوصف الكلاستر بالإيه بالمين بتاعها بس لا أنا هوصف الكلاستر بالدستربيوشن بتاع السامبلز جواه الدستربيوشن ده أنا هافطرد ليه شكل إحنا اتفقنا إن إحنا هنفطرد شكل برامتريك للدستربيوشن خلي بالنا لها شكل اللي هو منسميه اللي هو عباره عن أو أو الشكل التاني اللي هو بس أمش أتكلم عليه ما جلست خليه في البرامتريك يبقى وأفطرد الدستربيوشن بتاعي ليها برامتريك دستربيوشن والبرامتريك دستربيوشن ده ليه وليك إنه عشان هو يبقى هو كل كلاستر من دول هيكون لها مين وليها يبقى لو أنا قلت إن أنا عندي كي كلاستر بنقول سي واحد لحد سي كي يبقى كل سي منهم كل كلاستر منهم ليها ميو وليها سيجما ده بالإضافة طبعا لليه لليه بتاعته بالإضافة لليه لليه خلي بالك أرجوك في بعض الأحيان بنكتبها بالشكل ده الشكل اللي قدامنا ده اللي هو وهحط ما بين قصين اللي هو الكلاستر بتاعتي أو سعاد بنسميها بنسميها باي كده بشكل مشكلة خالص بسمها باي شي آآ وهكذا خلي بالك من دي يبقى سواء دي أو دي هبسمها إيه بسمها probability function وهكذا تمام يبقى خلي بقى تاني طالما النهية ليها مين ولها يبقى أكيد ليها إيه ليها probability density function ليها إيه probability density function وهكذا طيب عظيم جدا زي ما احنا زي ما احنا هناك في كلاسترين كان عندي هيبقى عندي هيبقى عندي هيبقى خلي بقى تبقى معايا طب هناك أنا كنت بأن إنشالاز إيه لما كان عندي سي واحد لعدي سي كي أو عندي كي كلاسترز كان عندي أم واحد و أم اتنين لحد أم كي هنا هيبقى عندي هيبقى عندي ميو واحد و ميو اتنين لحد ميو كي و هيبقى عندي سيجما واحد وسيجما لحد سيجما كي وهكذا نفس الحكاية إنشالاز إيه هينشالاز خلي بالك إحنا عارفين إن كلها المجموع بتاعهم لازم يساوي واحد ماشي؟ طيب خلي بالنا عند كل عند كل من بتاعة ممكن تسمي او ده تكنيك من التكنيك بتاعة عند كل من دول هعمل الخطوة الخطوة الأولية بنسميها والخطوة التانية بنسميها ايه اه خلي بقى معايا تاني طالما إن انت عندك لكل عندك وعندك يبقى أنت إذا تقدر تحسب لكل بتاعته لكل يبقى أنت تاني يبقى أنت في بتاعي هحسب لكل و هدسايد هو بينتامي لأني كلاستر بناء على على يبقى خلي بقى معايا تاني يبقى إذا دي معنى هي معنى كأن يبقى أكل الفيتشر فيكتور بينتامي الآن هي كاتيجر عن طريقنا ده بحسب لإيه طب ده عظيم جدا يبقى الخطوة دي نسميها لإيه بنسميها بسميها بسميها طب الخطوة اللي بعدها على طول بنسميها لإيه نخلي بالنا هنا هن بتاعت كل بتاعت كل نخلي بالنا الكلام ده بالزبط هو هو باختلاف إن أنا جاص بستخدم معادلات عندي ثلاث معادلات بتاعت كل نخليهم أربعة عشان واحدة ليه وواحدة ليه وواحدة ليه وواحدة ليه وواحدة ليه ليه نخلي بالنا إن فيه زي للمعادلات دي أنا هعمل له في الجزئية دي بس عشان الوقت أنا هسكب الجزئية بتاعت بتاعة البروف عشان الوقت طيب فضل سؤال بس آخر سلائد هو هن كنا بن update بناء عليه هن update بناء على زي ما هنشوف دلوقتي أنا نسا موضش المعادلة معي وعبد الرحمن بيسأل بيقول هيا المعادلات اللي أنا هابطيت بها فين هقول بقول له استنى هنشوف ما أبعد ماشي يا شباب تاني أرجوكو بأأكد بس الناس معروف يا الناس هرب تليم المعادرة الشباب هنعمل بعد شوية فهاريت نبلغ زميلنا نبلغ زميلنا أرجوكو طيب آآ تاني خلي باك بقى معي تاني تاني يبدأ هنسمي ايه هسمي ال مازال مازال هيبقى لإن أنا ببدأ ب تمام ليه هنا لإن أنا ببدأ يا شباب بإيه ب تمام يبقى هندي بتاعتي طب وبنتي بإيه خلي باك معك بتاعت بتاعت بإيه طبعا اول حاجة بيديني ايه أنا افترض انها عندي كلاستر عندي كلاستر واحد وكلاستر اثنين لحجب كلاستر رقم كي كل كلاستر من دول كل كلاستر من دول لها تلاتة برامتر اللي هما إيه بقى المين والكوفيرانس ماتريكس والبراير بروبيليتي طيب عن طريق دول هم التلاتة دول بتاع كل كلاستر اقدر احدد البستيريور بروبيليتي ايه البستيريور دي لكل فيتشار فيكتور. ايه البوستيريور بروبابيليتي? البوستيريور بتاعت هي بتنتمي الكاتجري واحد بنسبة قد ايه? بتنتمي الكاتجري اتنين بنسبة قد ايه وهكذا. فبالتالي بناء على الماكسيمم ديا قادر حدد كل فيتشار فيكتور بينتمي لان هي ايه? بينتمي لان هي كاتجري. طيب عاصم كده. طيب عاصم كده. طيب. طيب خلي بقى اتعاشوف المعادلات. بقص بقى سيدي. اه. 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 اتخبرك خلي بقى. اللي موجودة دي يا جماعة على الشمال. اللي موجودة دي جاعة الشمال. اللي هي البوستيريور بروبابيليتي. بتاعت اللي هي بتاعتها بتنتمي الكاتجري جي. او الكلاستر جي. بخلي بلك بقى معايا. ماها دي البوستيريور بروبابيليتي بتاعت مين؟ للفيتشر. للفيتشر فيكتور لو ازموا اكس. اكس او اكس ااي يعني لو انا افترضتن بالاي ده هو الاندكس بتاعت الفيتشر فيكتور. يبقى انها كاني بحسب البوستيريور بروبابيليتي بتاعت ان الاكس ااي بتنتمي للكلاستر جي. طيب هي? عبارة عن ايه؟ نخلي بالنا. هي عبارة عن هي عبارة عن حاصل ضربة. بصك يا معاي. البيتر دي. دي عبارة عن ايه? البيتر بتاعت ايه? بتاعت الكلاستر جي. وديا كده بتاعت اللايكليهود بتاعت الايه? اللايكليهود بتاعت الفيتشر فيكتور اكس. جيفن البرامتر بتاعت الايه? بتاعت كلاستر جي. جيفن ايه? البرامتر بتاعت ايه? كلاستر جي. مقسوم على ايه? مقسوم على توتل البروبابريتي اللي تحت ديلي فى المقام دي منسميها التوتل بروبابليتي. طيب? اه واحد بيقول لي هو فكرنا كده بالتوتلcil التوتل بروبابليتي دية يا شباب لو انت رسمت الهيستو جرام بتاع هديتا دية. دي كده كأنها عبارة عن ايه? كأنها عبارة عن النورملايزد. هيستو جرام فعلا. كأنها عبارة عن ايه? طب ده ببساطة يعني. بخلي بالك بقى تاني. يبقى انت عملت انشاليزيشن ليه البرامترز. بعد كده حسبت اللي هي اللايكليوود وبقى كده حسبت اللي ايه? حسبت اللي ايه? خلي بقى الكلام ده بيحلو ايه? بعمله لكل نقطة. وبعمله لكل كلاستر. يبقى خلي بالك بقى تاني الحسابات بقى دلوقتي ايه? هافترض ان انا عندي بس. وعندي عشر تلاف نقطة. يعني اكيد ان انا عندي صورة مية في مية. يبقى انا خلي بقى محتاج اعملها ايه? اعملها عشرين الف مرة. يبقى دي. محتاج تعملها ايه? عشرين الف مرة. طيب. هعلق عليها بعدين الحتة دي بقى مهمة هون. كويسة. يبقى انت اللي حسبت اللي ايه? ايه? بعد لما انت حسبت دي هتنطلق بقى منها تعمل ابديت للبرامترز. هتابديت للبرامترز. عندي كم برامتر? اعمل لهم ابديت. مفروض ان انا عندي تلاتة برامترز اللي هو ايه? اول برامتر اللي هو المين او? تاني برامتر اللي هو مين? الكوفاريانس ماتريكس ايه. تالت برامتر اللي هو البرامتر اللي هو البرامتر. تاني. هنبدأ بس الواحد. نبدأ. اسهل واحد. اسهل واحد يبقى البرامتر بتاعت الكلاستر جي. البرامتر بتاعت الايه? الكلاستر جي. هعمل ايه? هجيب المجموع بتاع البوستيريورز بتاعت كل النقط. خلي باقي معاي. ما خلي باقي. كل نقطة ليها بوستيريور عند كل كلاستر. يبقى خلي باقي معاي. يبقى ان هجيب مجموع البوستيريورز بتاعت كل النقط عند كلاستر جي. بتاعت كل النقط عند الايه? عند كلاستر جي. واخد الكلام ده هجيب اللي ايه? بتاعه. يبقى خلي باقي باقي تاني. يبقى انت كل اكس لها او ليها بوستيريور في كلاستر واحد وكلاستر اتنين وكلاستر اللي هعدي Cluster واتفك تمام؟ هتعمل ايه؟ هتأفرج الكلام دوا بالنسبة لل Cluster يبقى اسمه ال ايه؟ ده اسمه ال Prior Probability بتاعت ال ايه؟ بتاعت Cluster يبقى اسمه ال Prior Probability بتاعت ال ايه؟ بتاعت Cluster تمام كده؟ يبقى دي اول واحدة دي ايه؟ اول واحدة عظيم جدا تاني واحدة هعمل ايه؟ نفس الحكاية برضا نفس الكلام اللي كنت عامله هناك بس أنا بدل ما بجمع او بدل ما بجمع ال Posterior بجمع ال Posterior مضروبة فيه ال Feature Vector بجمع ال Posterior مضروبة فيه مضروبة فيه ال Feature Vector تمام؟ مش هقسم بقى على عددهم هنا هقسم على ايه؟ على مجموعهم يبدليني يديني ال Average بتاع ال Mean يديني ايه؟ ال Average او او ال Mean Vector نفس الحكاية برضا هعمل نفس الكلام دوا نفس الكلام ده بس بدل ما اضربه في ال Feature Vector هضربه في ال A في بتاع ال Feature Vector من ال Mean ايه سكوير بس سكوير احنا بهملاش هنا سكوير بنعملها مضروبة في ال A في ترانسبوز مضروبة في ترانسبوز ليه؟ لان المفترض هنا ان تطلع سكوير متريكس يبقى انت هنا عملت يبقى دي نسميها المكسمازيشن ستيب عملت لالتلاتة برامترس بتاعت كل كلاستر عملت لالتلاتة برامترس بتاعت كل كلاستر تمام؟ يبقى خطوات بسيطة خلي بالنا انا بردك مش عاوزك تحط دماغك في ان ايه هو الكلام ده جبنين لأ هو انا انا اديتك لمحة ل نخلي بالنا بتاع المعادلات التلاتة دولار جاي من المكسمام لايكليهود استميشن جاي من ايه؟ من المكسمام لايكليهود استميشن بس هنا هتبقى مركبة شوية ليه؟ لان هي ما بقتش هي لايكليهود بتاعت كلاستر واحدة لا ده لايكليهود بتاعت تلاتة كلاسترز مع بعض بتاعت ايه؟ تلاتة كلاسترز مع بعض وانت عاوز تماكسمايز اللايكليهود جوه كل كلاستر بقى ايه؟ كل كلاستر طوام طوام بخلي بقى هنا يبقى دي بنسميه ايه؟ المكسمازيشن يبقى تاني الخطوات بتاعت الاكسبيكتيشن ماكسمازيشن او بنسميه الـ هو ده على فكرة الالجوريثم المهمة جدا في يبقى اول خطوة ليه البوتينغ ستيب ديا هانشياليز كيل كلاسترز اه خلي بالك معايا يبقى ايه اذا انا لازم أبدأ بعدد من الكلاسترز انا عارفه وفش هاسمان انا هبدأ بعدد من الكلاسترز مجهول ما فيش الكلام با مش انفع الكلام ده مينفعش عدد كلاسترز مجهول ده مينفعش طيب يبقى خلي بالك واقع معايا تاني تاني ثاني محتاج إن انا بطاقة الكلمة بطاقة الكلمة إن شكلون ببعبد بمعارضة ازي؟ كان الوعدة. تمام? بعد كده هعمل المفروض دي اللي هيه هتتكرر ده هيبقى مرة واحدة دون مرة واحدة بس. ده المفروض جزء اللي ده هيتكرر. جزء اللي هو هيتكرر. يبقى اول حاجة وابقى كده معنا هيبقى هسيب بحسب لكل مقطة لكل نقطة عندي كل كاتيجوريا عندي كل ايه? كاتيجوري او كل كلاستر. وبعد كده في الماكسيميزيشون ستيب بقى استيميت او بري استيميت المين كوفيرانس ماتريكس. وبعد كان ايه? ايه? وهاكذا. او سوري اللي هي. طبعا المفروض ان ابيع بفضل اريبيت الكلام ده لحد لما ايه? لما القيم بتاعتهم اه تسيتل داون. تغير فيها يكون ايه? وهاكذا. طمام? ده بالنسبة اللي ايه? الالغوريثم بتاع الاكسبيكتيشن. خلي باك معي. الواحدة يسألني سؤال مهم قوي. هو انا دلوقتي لو انا عندي جاست تو كلاستر. لما يكون عندي الكي بتاعتي. باتنين خلي باك معي. بتاعنا نروح للصبورة بتاعتنا. نشوف الليه. خلينا اقولك على حاجة. خلي باك. بالنسبة لنشوف الليه. ما بردك هايزك تخلي باك. لو انا طبعت بعمل انشاليزيشن. وانا جاهزة افترض ان عادة البيميشنز بتاعت اثنين او تلاتة. زي في. واه افترض انعني توقل كلاستر. يبقى انت خلي باك بقى الإنيشالي. التاي بتاعتك بتسكن اثنين. طيب. الي بتاعتي بتسكن اثنين. يبقى انا عندي ايه? يبقى انا عندي ميون واحد وميون اثنين يبقى انتaran شوفوا. يبقى انت خلي باك بقى عندك ايه? عندك واحد وعندك ميون واثنين خلي بالك بقى معايا. اه اسهل حاجة طبعا اسهل حاجة. استاذ يعني معناها ان انا عندي تلاتة في واحد. وده تلاتة في واحد. طبعا اه اسهل حاجة ان انت تبتدي بنقطة صودة. لا زيرو زيرو. والتاني يخليها نقطة بيضا. طبعا دي اسهل. خلي بالنا. الالوان بتاعتي الالوان بتاعتي الريد والجرين والبلو. طبعا المفروض انها من زيرو لانتين خمسة وخمسين. فانت اول حاجة لازم تعملها النورماليزيشن. النورماليزيشن دي معناها ان اكبر قيمة فيها تخليها واحد. يبقى خلي بقى معايا. ليه? عشان النورماليزيشن بتاعتك. علشان النورماليزيشن. ده اول حاجة. التاني حاجة. نجيت للحق. يعني موضوع ده صعب جدا. المفروض بتاعتي هتبقى ثلاثة ثلاثة. خلي بالك بقى. طبعا اثناء وانت بتحسب الكلام ده اولا. اثناء وانت بتحسب الكلام ده اولا. مشكلة المشاكل ان الديترمنان انت بتاع هيكون بزيرو. فانت احسن حاجة انك تبتد بايه? تبتد بلاقى ايدنتيتي. والبقى انت اعطهم بزيرو. خلي بقى معايا. خلي بقى انت تعمل ايه? تخلي دي ايدنتيتي. بقى انت خلي بقى سجما واحد وسجما اتنين. انيشيالي. انيشيالي. سجما واحد وسجما اتنين. هما الاثنين بيساوا بعض. هما الاثنين بيساوا بعض في الاول. وخلي ايه? هادي سجما اتنين. مشكلة خالص. طبعا واحد ممكن يكون متفائل شوية يقول لي لا دا انا هعمل اه. اوكي? that's fine. مشكلة. بس خلي بقى لك. الطرق دي حساسة جدا للانشياليزيشن. الطرق دي هتلاقي حساسة جدا ليه? ليه? الانشياليزيشن. خلي بقى لك بقى معي. يبقى تاني. الانشياليزيشن بتاعي. لو انا افترض انها عندي تو كلاسترز. يبقى انا هافترض ان الكلاستر الاولانية. هي الكلاستر الغمقة. عشان كده حطهم كلهم رايبين من السود. الكلاستر التاني الكلاستر الفتحة. ماشي. عشان كده حطهم كلهم ايه? الرايبين باللابيض. الكوفيرنس متريسيز. انا هعملهم ايه? سيجما واحد و سيجما اتنين. حطتهم بالايدنتيتي. حطتهم بالايه? بالايدنتيتي. طيب عظيم جدا. بالنسبة للبراير بروبوبيتز. باي واحد و باي اتنين. اسهل حاجة. خدهم مهمة الاثنين في الاول بيستهوا بعض. اسهل حاجة. خلي بقى اكبقى معي. ان انت ايه? خدهم الاثنين مهمة مهمة بحض. بس كده. نفس الحكاية ايه? يبقى دي باي واحد. ادي باي اتنين اختها. وانا كده اضام انهم الاثنين مجمعهم بواحد. مش همش كلها خالص. ماشي? يبقى داخل ايه? نبزة كده صغيرة عن موضوع الايه? موضوع الانشلازيش. نبزة صغيرة. اموضوع الانشلازيش. يبقى تاني. بتاع بس نبروز كل واحدة لو واحدة كده. وحبت واحدة في البرواز احمر. اه. 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 تانية. في البرواز الاخضر. اه. اخدت بالك. يبقى خلي بالك بقى معايا تاني. يبقى انت عندك. طبعا كل لما يكون الانشلازيشن او ام. كل لما يكون انا موفق في الانشلازيشن نتائج بتبقى كويسة طبعا. اه. طبعا هل جارانتي ان هو افضل نتائج بتحصل? اكوردنج تو سام انشلازيشن. ما فيش جارانتي لان انت بتحكم على النتائج بعنيك. فدي طبعا محتاج انت تبص وتشوف. انا مش هادر اقولك ان دايما النتائج تطلع افضل حاجة. ماها يا جماعة? فديم. تشوف بس لو فيها اسئلة قبل ما كامل. لو فيها اسئلة يا جماعة تفضل. طيب. فاسلة مصطفى همر مريم. مهند. انتوان. اه دكتور. اه تمام. عبد الرحمن وفادي واندرو جون وبيت الشباب. اه تمام يا دكتور. تمام تمام. خلي بقيت معي. انا عايز اوارك ديمو بسيط كده. احنا احنا اتكلمنا في الكلام ده. مصبع معي. خلي بقيت معي. طبعا اله انا حالي انا ورىكو الديتا سيد دي قبل كده يا جماعة? الديتا سيد دي انا ورى تلكو قبل كده. هم? بتاع بيركلي دي المفروض ان تقر تعملها دا ونلود عندك هليني هوريه هيك بسرعة. بيركلي دي هتلاقي فيها مجموعة من هتلاقيهم كام. تقريبا كلهم على بعض تلتمية صورة تقريبا. تقريبا تلتمية صورة. هم متقسمين جزء اللي هو. انا هوريك بس كده نبزة بسيطة عنه. الصور ديا انا هوريتها لكو دي قبل كده يا جماعة هفتكروا كده? ما شفناش قبل كده? طيب. الميزة بقى في الديتس دي انها فعلا فيها كل التحديات اللي انت ممكن تقابلها في يعني ايه ما? تخيل انت اي تحديات هتلاقيها موجودة في الايه? في الديتس دي. ماشي? يعني بداياتا من الاوبشيكس اللي فيها تيكشور. الصورة دي. الصورة بتاعة الاسد. زي الصورة مثلا بتاعة الجمال اللي تشرب دي. هتلاقي دي انا بص لو انت تقولت الجمال لونها فاتح. لا يا الجمال في جمل فاتح وفي جمل غامق والكلام ده كله. وفي جزء من منهم عليه ضوء وجزء تاني معلوش ضوء. فبالتالي يا بص الجمل اللي انا بشير عليه ده هو فاتح. بس اكمنهم اه في الضلة فتلاقيه اللي هونه في الصورة مختلف تمام. يعني دي اول حاجة هيك بيخلي بالك ده من التحديات بتاعة او اللي هو فالصورة دي بيتمثل لك موضوع الايه? تمام. دي حاجة. تاني حاجة الصورة بتاعة الطيارة. الصورة دي انا انا معها بص. اه الصورة بتاعة الطيارة دي انا وحب بقول لي انا ده صورة سهلة. لا هي مش سهلة. هي اول حاجة هي فيه الابجكت بتاعي ده بص كده معا. فيه جزء من الطيارة عليه شمس. او الجزء ده متعرض للضوء. انما الجزء اللي تحت مش متعرض للضوء. فباقي انه هو غامع. فدي برضك بتمثل بتمثل واحدة من ايه? من التحديات وهكذا. اه فيه صور تانية اللي هي بقى فيها معين. تعال او ريك انا الصور بتاعة التكشور دي انا الاول. الصورة بتاعة النامر دو اهو. انت شفت السايبيريان تايجر دو اهو. التايجر ده خلي بالك بص برضك معايا بمثل تحدي. اللي هو بتاع التكشور. يعني انت لو انت قلت اللي ايه? هل هو ولونه هوموجينيوس. يعني برضك هتلاقي ان هو ايه برضك فيه تكشور معين. فدي برضك من الصور الصعبة ده بالاضافة للضوء. يعني فيه جزء منه هتلاقي متعرض للضوء وجزء تاني وهكذا مش متعرض للضوء ان صعب. اه. الصور التانية بتاعة التريلينج نروح للفلتر ده احسن. في التريلينج الصور اللي هي برضك بتاع التيكشور اللي هي الصورة بتاعة الزبرة. الصورة بتاعة الزبرة. طبعا الصورة ديا. دي هو جزء تاعة الزبرة بس الصورة بالصورة الصعبة جدا. صورة بقى انت التعالب دي. مستخبية في الكهف او يعني وتبر الفتحة بتاعة الجبل ديا. بص لونها زي لون الحجر اللي هي بتاعة الجبل. بص كده. نفس اللون. تجي انت بتقيها. تحاول تعمل لهم او تعمل اللي تعملو برضك سيجمنتيشن ده صعب جدا. تلاقي السيجمنتيشن دوا صعب جدا. فدي من الحجاب برضك اللي فيها تحدي. الصور دي فيها ايه. فيها تحدي وهكذا. اه طبعا في جزء من الصورة زي الجزء ده كده. اهو ده متعرض للشمس للضوء. الجزء اللي جواه ده مش متعرض للضوء. وهكذا فدي من الحاجات اللي بتقابل انت صعوبة في التعامل مع الصور. وهكذا. طبعا فيه صور سهلة. يعني برضك الصورة دي من الصور السهلة. الصور بتاعة الحصان دوا. اهو. دي من الصور السهلة لحد ما. معيني خلي بالك بص كده معي. هو اللون والميزن الحصان والمهر ده. لونهم غامق بالمقارنة بالايه بالبادجراند. فدي يعني دي تطور من الصور اللي هي سهلة مش صعبة. اهو كذا. طبعا فيه صور صعبة جدا زي الصورة دي. الصورة بتاعة. دوس كده معي. دي برضك من الصور الصعبة للا انت هتلاقي التكشير بتاع الفاهد. اه برضك مش سهل مع الباك جراوند وكده. فالاختلاف ما بينهم مش سهل. انسون. طيب يعني دي برضك دي من الصور اللي هي اللي انت ممكن تستخدمها. لو انت عاوز تجرب الموضوع. اه بص كده معي. اه بص كده معي. اه هنا. انا حطيت الوريجنال اميج فوق هنا. وبعدك هوريك النتائج. بص كده معي. اول حاجة الصورة بتاعة نجمة البحر دي. اول حاجة الجسم بتاع. يعني انا للوقت انا مفترض ان انا عندي اوبجيكت وباك جراوند. خلي بقى بقى معي. بقى انا عندي هنا. جاس تو كاتيجوريز او تو كلاسترز. عندي اوبجيكت وباك جراوند. واضح الاوبجيكت اه الى حد ما فاتح. بس يعني انت ممكن تقول فاتح غامق. هي مش دي القضية. بس هو الجسم بتاعه. اه مش هوموجينيس الى حد ما. يعني انت ايه. الجسم بتاع نجمة البحر دي. اه في اجزاء منه غامقة. وفي اجزاء منه فاتحة. ممكن تقول ان ايه ايه وها كزا. بانت خلي باك. هنا في فيه 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 في اللون كبيرة بالنسبة لايه الاوبجيكت الواحد. او نفس الحكاية الكلاستر بتاعت الباك جراوند. الكلاستر بتاعت الباك جراوند ما هيش كلها خضرة. يعني انت لو قلت الارض الارضية دي كلها تحالب او واتفر. لا فيه سخورة هي لونها مختلف. ده فيه حال كمان فيه الظل بتاع نجمة المحر ده. فارق يعني فيه فارق في الاضاءة. فعمل ظل هنا هون. فيه جزء هنا. فيه ظل. فهذا برضك ده يعاكس في موضوع الايه. فيه السجمنتشن شفت انت الظل ده برضك. واكذا الضل وضع انه جاي كده. فهتلاقي ان الجزء ده فيه ايه. فيه ظل واكذا. فدي كلها من التحديات. المهم لما انا استخدم دي النتيجة بتاعته. دي النتيجة بتاعت. بس مش هنبص في دي الاول هنبص في دي. النتيجة هنا انا حاطتها ايه حاطتها. او كلاستر واحد ابيض. وكلاستر اثنين اسود. كلاستر واحد ابيض. كلاستر اثنين اسود وهكذا. طبعا واحد بيقول لي انه. حد كده يا جماعة يوصف لي. بتاعت النتيجة دي عاملة ازاي. حد كده بس يوصف لي الاكيروسي دي عدي مية في المية ولا تسعين في المية ولا خمسين في المية. يعني ممكن نقول تسعين. طيب احنا كنا جون احنا كنا قلنا لازم نحسب الاكيروسي بوزتيف ونيجاتيف صح. كنا لازم نطلع ما لازم نشوف الفولس بوزتيف والترو اللي هي الايه. الفولس بوزتيف والترو نيجاتيف والفولس نيجاتيف. لازم نحسبه. نحسبه. السؤال التاني. هل نينفع نتخلص من السمول آيلانز دي. هل حد يقدروا لي ازاي ننتخلص من السمول آيلانز دي يا جماعة؟ ها. نستخدمها بقى نستخدم ممكن سموثينج فلترز. سموثينج و ايه تاني ماشي ايه تاني. ها. جاوشان جاوشان فلترز. لا جاوشان فكتر لا. هو دكتور محمود ما ادكوش اللي هي الميرفولوجي. الميرفولوجي كالاوبراشنز اه. اه ده الميرفولوجي. اه ايه. وفي عندنا الماكسوموم كونيكتد كومبوننز. ماشي؟ في عندي حاجة اسمها لايه؟ الماكسوموم كونيكتد كومبوننز. فتقدر تتخلص لي من كل النايز بتاعت الباكجراوند دي. اوكي؟ اسمها ايه؟ الماكسوموم كونيكتد كومبوننز. ماشي؟ يبقى تاني. يبقى انا ممكن اول حاجة ان انا استخدم زي ميديم فيلتر. ده ممكن يديني تخلص من بعض الحاجات. تاني حاجة ممكن ان انا استخدم مورفولوجي اوبراشنز. دي حاجة تاني حاجة ان انا ممكن استخدم الايه؟ استخدم الماكسوم كونيكتد كومبوننز. فقديني نتائج هاي لها. ممكن تديني ايه؟ نتائج هاي لها جدا. طبعا في بعض الاحيان انت ممكن تتربريزنت النتائج بتاعتك بالشكل التاني. اللي انا عامل ده اللي هو الشكل بتاع الايه؟ بتاع الباوندري. بتاع الايه الباوندري. وبكل بساطة هتجيب الاج بتاعت الصورة العليمين. ماشي. تجيب الاج من الصورة العليمين. وبروجيكته على الصورة الايه؟ اللي هي الوريجنال ايميج وتحطه مسلاة بلون مختلف. وتحطه ايه؟ بلون مختلف فدي النتيجة بتاعته. فدي الايه؟ النتيجة بتاعته. طبعا انا اقدر اوصف النتيجة بتاعت الايكسبيكتيشن ماكسيمازيشن هنا. ان هي طريقة هايلة بالنسبة للريكوارمتس بتاعتها. يعني كل الريكوارمتس بتاعت هنا انها جست عملت ايه؟ random initialization للبرامترز بتاعت كل كلاستر. جست عملت random initialization للبرامترز بتاعت ايه؟ بتاعت كل كلاستر مخدش مني مجهود. يعني الموضوع دوا هتلاقي انك بتحمله بدون مجهود تقريبا. تمام؟ طيب. خلي باقي معي طبعا فيه نتائج تانية هتلاقيها كويسة زي النتائج اللي هورى لك ديها. طبعا زي ما قلتلك انت دايما تستغل صور فيها تحدي. لان انت خلي بالك لو انت ما عندكش تحدي يبقى اللي انت بتعمله بلوش قيمة. خلي بالك معي تاني تاني تاني. لو انت الصور اللي انت بتستخدمها مفيهاش تحدي يبقى ايزا اللي انت بتعمله بلوش قيمة. تمام؟ خلي باك ده مهمة اوه. الصورة برضك اللي هي هنا دي الصورة بتاعت الكانجر دوا او لا. بص كده معي بص شايف انت شايف الجسم بتاع الكنجر ده. وشايف الارض عاملة ازاي هنا اهي. بص تاني يركز كده. شايف انت الجسم بتاعه عاملة ازاي. والارض فتلاقي الاتنين قريبين لبعض في اللوم. الاتنين قريبين ببعض في اللوم. اخلي بالك ليه? لان احنا قلنا الفيتشر اللي احنا بستخدمها هي بتاعت ايه? لون بس. بتاعت ايه? لون بس. كنت قلتلك انت بقى ممكن تروح تدور ازاي بقى انك تأوي الفيتشر دي تضيف لها زي الكرفيتشر. تضيف لها زي سواء اللي ايه او انساء ممكن انت تعمل الكلام ده. الكلام ده قريبين الناس عماليته تطلع به نتاج هيلة جدا. وخاصة ان اللي هو في الجسم بتاعه هنا. ماشي. الاتجاه بتاعه مختلف على اتجاه بتاع الارض. يعني انت لو شفت هنا بتاعها جوه الكانجر. حتلاقي مختلف لحد ما واحد كزا. فانا في ناس اللي انا بقولك ده في ناس عماليته الريدي. تمام? فبالتالي هتلاقي قادي النتاج. النتاج بتاعتي ازا ما قدرت ان انا صح? بس في اجزاء من تلقت معاه. وده طبيعي لان انا استخدمت اللي ايه? اللون. استخدمت اللي ايه? استخدمت اللي ايه? اللون بس. طيب ده بالنسبة للصورة دي. بالنسبة للصورة دي. بقى ازاً تاني هنا فيه اليمونيشن فارييشن. دي حاجة فيه اللي هي الشيرين كالر زي ما بين الوبجيكت والباكجراون زي ما اتفقنا. تمام دي هنا ايه الشيرينج ازاي? الصورة اللي هي اللي بعد كده. والصورة بتاعة اللي هي الزيبرة. زي ما قلت لك الزيبرة اولاك من الحاجات اللي هي فيها تحديات كبيرة. اول حاجة الجسم بتاع الزيبرة فيه كبيرة جدا. ليه? لان خلي باك انت عندك فيه لون ابيض ولون اسود موجود في نفس الوبجيكت. يبقى انت خلي باك بقى تاني عندك لون ابيض ولون اسود في نفس الايه? في نفس الوبجيكت. دي بقى دي اول ايه? دي اول تحدي. التحدي التاني فيه اجزاء منها تشابه كتير جدا الجسم بتاع ايه? بتاع الوبجيكت بتاعه ايه? جزء اللي هو ما فيهوش ده. طيب. دي حاجة. ايبه تاني عندك اهو. وبعد كده عندك مع الباكجراوند وهكذا. دي النتيجة النتيجة طبعا ما هيش وحشة وردك. النتيجة هتطوع الى حد ما كويسة. طبعا كان ممكن انا احسن النتيجة دي بان انا استخدم زي ميديم فلترز هتدي النتيجة احسن. اه ممكن ان انا فيه بعض الازم بتعمل ايه? تصغر الصورة دي انت خليها صغيرة جدا. وبعد كده نتاج اللي هتطلع منها تعمل بقى اللي هي النتاج بتاعة الايه? الحجب الاكبر وها كزا. فتعمل ايه? تعمل تعمل ايه? فبتحصل على نتاج احسن بكتير من دي. احسن بكتير من دي خلي بالا. طبعا? اه يبقى تاني زي ممكن تستخدم ممكن تستخدم ممكن تستخدم زي ممكن هنا برضك. واكزا. اعتقد فيه نتاج تانية. نفس الحكاية برك بالنسبة للزبرة. بس الصورة دي احسن من الصورة اللي فانت. بصوا. الصورة دي مبرك هتلاقي ان هي احسن من الصورة اللي فات الى حد ما لان الاضاءة هنا احسن. الاضاءة هنا احسن من الصورة اللي فات. فبالتالي هتلاقي النتاج بتاعتها احسن. طبعا فيه جزء من الخلفية ده جزء بسيط. زي ما قتتها هتتمكن تتخلص منه. بيه? ماكسيمون كونك تكومبوننس جاست هتديك اللي ايه? هتديك اللي هو الاوبشكت اولا. وهكذا. طبعا وضع الاوبشكت حطه ابيض حط اسود. دي مش بجديل يعني انت هتلاقيه في بعض الصور انا عامل اه انا يعني جاست اه هي بتفرق من صورة للتانية لان انا عاملها جوه البرنامج اوتوماتيك. فمش انا مش بتحكم حطه ابيض ولا اسود. فبتلاقي بعض الصور حطه ابيض. في بعض الصور التانية حطه اسود وهكذا. فده مش مشاضية. اه. من الصور بقى اللي فقى تحدي. الصورة بتاع الطيارة دي. طبعا ما ارجوكم ما تبصش للموضوع من بعيد. لازم انت تحط يدك في الموضوع عشان تعرف هل الكلام ده سهل ولا صعب. طبعا زي ما انت شايف كده. طلع الصور الطيارة طلع. دي طبعا انا عامل هنا خمسين اتريش. انا عامل هنا خمسين اتريش. طبعا دي النتيجة طيبة. طبعا دي طلع يعني. كويس اوه. ااا. يعني لو حد عنده الصورة يا جماعة اتفضل. تفضل. دكتور هو الصور اللي حدكت بتقول لنا كلها حدك قلت ان هي معتمدة على تحت الكلور بس? اه بالظبط كده. اللي تقول ل النتائج دي اللي هتعامل فيها ان عبارة عن اللون فقط. طيب هو ليه صورة الطيارة فيه كانت في السماء حاجات يعني نقطة يعني متوقع ان مكتبقاش فيه نقطة خلص لان صورة الطيارة يعني لونها. طيب بس انا عملت انا اعتقد لو انا عملت زودة شوية هتخلص من الحاجات دي يعني. اصلا يعني استغربت لو لو عاللون يعني مثلا في الصور التانية عاللون بيبقى حاجات ده. ورايبين من بعض جدا. محيب? اوكي. جدا! اي تنهي.. اه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب تمام أنا بس هعمل الكوشنير ماشي وممكن تشارق كوشنير أو أنا هحط اللينك بتاعته على الجروب طيب طيب نخلي بالنا على المفروض أنه هعمل اتنين كوشنير واحد لناس بتاع كمبيوتر وناس بتاعة ايه ميكا ترونيكس أوكي فكل واحد أرجوكو هيخش الأكاونت بتاعه يملك كوشيونير اوكي اتفاقنا تمام دكتور تمام انا هخلي الكوشيونير يبدأ الساعة ستة بالظبط هخلي الكوشيونير هيبدأ الساعة ستة بالظبط ماشي تمام تمام دكتور ماشي يا جماعة وحد عنده اي سؤال طب انا هكونكلود المحاضرة النهاردة تمام وحد عنده اي سؤال طيب شكرا شكرا لك تحفل التسجيل كده